حوار جديد متجدد شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا على حسن اهتمامكم مرحبا بس هلتكم انتوى اللي ضيفنا اللي باش نقدمه لكم جاوب حمزة كل نهار احد من نص نهار ماضي ساعتين مع خالد اقطات في الاخراج بليك جلاصي في الاعداد عبد الناصر بوترع اليوم معنا في الويب زوز قرارات هامة اتخذهم ضيفي ويمكن يكون عندهم انعكاس مباشر على مستقبله السياسي مستقبل الحزب اللي رأسه وربما مستقبل البلاد القرار الاول التفرغ بصفة كاملة للحزب والنشاط السياسي والابتعاد على عالم المال والاعمال كمسؤول ومسير واحدة من الشركات البارزة في تونس القرار الثاني بعبت يقول ضيفي من محاولات التلطيف والتنسيب متاع المواقف امتاعي طو باش نمشي في المواجهة باش نقول افكاري ومواقفي تعجب ولا ما تعجبش بها القرارات هذي الاثنين انطلق في جولة في برشة ولايات خاصة ملي تأكد رسميا على رأس حزب افاق تونس اليوم جانا من اللقاءات الميدانية والاتصال المباشر كما يسميه الاتصال المباشر لاخر هذا عملوا في جربة في مدنين في بنجردين في مارث هو صاحب المقولة اللي ولات مشهورة توا تونس تتغير بجرة قلم اما كيفاش شنو اللي يغير هو مثلا كيف كان في الحكم وتولى وزارة التنمية والمالية وكان ما غيرش برشة شنو اللي يتعلم من هذه التجربة علاش لو مورم كهربة بينه وبين الرئيس علاش رئيس الجمهورية تأسف انه المحكمة برقته في قضية متعلقة بالشركة اللي كان يسيرها شنو كان يعمل لو كان جاي رئيس حكومة المنصب اللي رشحته ليه مجموعة من الاحزاب اكثر من مرة شنو الحل التونس للجواب على سيدي الكل في حوارنا بالكبير سعيد باستقبال فاضل عبد الكافي رئيس حزب افق تونس والوزير الاسبق سيدي الفاضل اهلا وسهلا بيك مرحبا اهلا وسهلا سيدي حمزة وشكرا على استضافة وشكرا على التقديم مرحبا سيدي شكرا لك على الاستجابة لدعوتنا فاضل عبد الكافي بتجاوب على اسئلت يا مزيدا على اسئلت الخبراء واسئلت التوانسة اسئلت الخبراء اخترت اليوم يحضر معانا شخصية تحكينا في واحد من الملفات الرهيبة في تونس عدد رهيبة من التوانسة يتحكم عليهم كل عام بسبب الشيكات من غير رصيد في العامين الخرانيين بارك تحكم على اكثر من 300 الف تونسي بسبب الشيكات من غير رصيد صحيح الشيك بدون رصيد هو ينجم يكون طريقة للتحيل لكن برشا القورواحهم عاجزين على الخلاص مش خطرهم متحيلين خطرهم ما خلصوش خطر الدولة ما خلصتهمش في الفلوس اللي يسالوهم لها ويالقورواحهم اليوم في الحبس في ساعتنا الثانية جاوب توانسة معاك فاضل عبد الكافي بش تجاوب اليوم توانسة خاصة من ولاية سيدي بوزيد وضع دقيق وصعب في الولاية الزيد مفقود الفارينة مفقودة السميد ما فماش المخابز تخدم اشتر وقت واقل الحكاية ما عادش ظرفية الشهادات اللي جينا تحكي على وضع متواصل من مدة شنو اللي يصير في سيدي بوزيد وهل يمكن يتواصل في بقية البلاد هذا من الملفات اللي بش نتعرضو لها معاك فاضل عبد الكافي من اسئلة التوانسة هذا السؤال عمنا تقريبا قرابة الشهر لسميد لفارينة معناها اليوم قرابة الشهر معناها من مادة الخبز يوم المخابز نهار تخدم ونهار ما تخدمش ومش بالكميات اللازمة بسبب معناها نقص في مادة الفارينة ثم نقص في مادة الزيت المدعم السميد المدعم كان يتباع معناها في اكيس خمسين كيلو معناها تقريبا ٢٢ دينار علب السميد معناها ولد اكيس ب ٢٠ كيلو معناها اللي هي ضقت السومة معناها تقريبا ١٣ دينار و ٥٠٠ معناها تقابل الشكارة تقريبا معناها الكيس ب ٥٠ كيلو تقابل تقريبا ٤٠ دينار ورغم هذا مفقود مفهماش بعض الادوية ماهيش موجودة اليوم منذ وجويلة نسجلوا عدم اشتغال العيادات الخارجية في مستوصفات بير الرحفي كل ليش مستوصف اليوم ماهيخدموش نقص في الايطار التب منها في محمد عبد الكافي إلا متى بش تواصل الوضعية هذه معناها خاصة كيف نحكوها معناها على سيدي بوزيد ونحكو على رياض سيدي بوزيد وكيف نحكو على سميد معناها تقريبا مادة أساسية معناها اليوم إلا متى بش تواصل هذه هي الوضعية هذا من الأسئلة لبعد شوية جاوبنا عليه فاضل عبد الكافي مرحبا بس ألتكم على ١٧١٣١٣٣١٤٣ فاضل عبد الكافي من هو فاضل عبد الكافي اللي حاضر معايا اليوم هل هو رجل الأعمال البزنسمان أم هو الوزير التكنقرات أم هو الرجل السياسي رئيس الحزب اللي حب يوصل للحكم ويطبق برنامجه ومن هو فاضل عبد الكافي اليوم فاضل عبد الكافي اليوم اللي قدامك سيحمزة هو المواطن التونسي اللي عاش حياته كاملة في تونس واللي حب التونسة واللي حب تونس واللي رأى تونس نجم تتبدل نجم تتبدل الخير واللي ترقب اللي الناس اللي تسير في أمور التونسة يسيروها بطريقة أحسن خذيت مسؤوليتي كمواطن ودخلت في العمل السياسي العمل السياسي اليوم في تونسة صعيب برشا صعيب لأنه الحقيقة التقاليد الديمقراطية ما زالت مارسختش خاطر الناس ما تقبلش الرأي المخالف خاطر تنجم تتمس في العرض تنجم تتمس في الصمعة تنجم فيسبوك يتكلم عليك أفكار ولا آراء ولا معلومات مغلوطة ولا غالطة ينجم ويشنوا عليك حرب في الفيسبوك وهذا كل في بالك به وقبلته وهذا كل في بالي به وقبلته ومهيش مزايا خاطران عندي ولاد ولادي نحبوا معيشوا في تونس كما أنا عشتي تونس أنا تونس عطاتني برشا وممكن سمعته برشا سياسيا يقولوا لكلم هذية ولكن أنا ما من به أنا جيت من عائلة تونسية والدتي يا لا يرحمها كانت موظفة في الدولة كانت أستاذة فلسفة والدي ربي طول في عمره كان موظف سامي في الدولة قبل ما يدخل في القطاع الخاص لعقود وقام بمشاريع مهمة في تونس وفي عائلتي المقربة أغلب الناس خدمة الدولة هذية ونعرف شو معناها الدولة ونعرف بورجيبة وأصدقاء وكيفاش لقاوا تونس عند الاستقلال وين وصلوها وإحناش قاعدين نعملوا منذ عشرة سنوات آخر كلمة سيحمزة أنا في العشرة سنوات هذية أربحنا شي كبير اسمه الحرية اللي أنا النجم نجي في بلاتوكي من هذا والنجم ننقد النقد إن شاء الله يكون إيجابي النقد للبناء النجم نقرأ زياد كريشان شي شو رأيه النجم نسمع رأي سيادتك نجم نسمع رأي الخصم السياسي ولكن للأسف الحرية ربحناها ولكن تراجعنا في الكرامة الكرامة هي الناس كيفاش تخدم كيفاش الناس توصل تشري كيفاش المعيشة متاع التونسي تحسن هذي الكل وخرنا فيه منذ عشر سنوات وأنا نعتقد أنا وأفيق تونس أنا رئيس حزب اليوم أفيق تونس نعتقده اللي عنا مشروع جديد لتونس ونحبو نطرحوها على التوانسة وباش نعملوا اللي يلزم باش نمشيوا في مناطق تونس الكل وباش نقنعوا المواطنين ابتعنا بتالي لم تعد اليوم رجل الأعمال لست الوزير التكنقرات كما دخلت للحياة السياسية وزير التكنقرات بدون هوية سياسية انتماء سياسي انتماء سياسي اليوم أنت رجل سياسي رئيس حزب أفيق تونس يحب يوصل للحكم ويطبق برنامج بالضبط أنا كلمة رجل أعمال من حبة تهيش برشة سيا حمزة خطر الحقيقة الحدود مع الأفيريزم قريبة يسر تترجم بالفرنسية أوم دافير وأفيريزم أنا نحب كلمة رئيس مؤسسة نحب كلمة أنتربرنور باعث مشروع أنا وصلت للسياسة بالضبط وأنا عمري ما تحزبت قبل ما دخلت لأفيق تونس أنا أول مرة خذيت بطاقة انخيرات في حزب سياسي تونسي خذيته من عند الدكتورة ريم محجوب بالضبط في شهر ديسمبر 2020 هذا يخلي اللي أنا عمري ما تحزبت كدخلت في حكومة الوحدة الوطنية كنت حطوني على الكوتاة كما تقولون توم متاع التقنقرات وكان نجم نأكد لك أحسن سنة مهنية في حياتي عليش خطر تعلمت أشياء خطر عرفت ناس خطر تراجعت على مواقف متاعي كانت غالطة خطر اللي يده في الخدمة مش كما يبدأ في القطاع الخاص ويبدأ ينبر وينظر وياكا في اخصاء يعني سهلة ما تعمل لك كي تمشي وتخدم وترا قابلت ناس ممتازين في الإدارة التونسية وإن شاء الله أنا خليت سوفنير بهي وانطريكا على أضعف الإيمان يعني السوفنير متاحه مهمة كبيرة عندي ياسر الرجل هذا اللي بش يكتب في صفحة الفيسبوك متاع وأنه رغم كل شي رغم برشة مشاكل اللي عنا إلا أنه مش من حق حتى واحد أنه يخلي توانسى يفقدوا الأمل كيفاش مش نوصلوا لهذا شنوها لي يقترحوا فاضل عبد الكافي علش يلزم يصدقوك الناس فاضل عبد الكافي يستنسنا من عند السياسيين ببرشة كلام الفعل رب يجيب وحواري جمعة هذي بالكبير مع الوزير الأسبق رئيس حزب فاق تونس فاضل عبد الكافي من جديد مرحبا بيك سيد شكرا 71-13-0-13 كان أنت عندك ما تسأل ضيفنا في الساعة الثانية نسمعوا لسلم تاعكم ولا صفحة موزايك على الفيسبوك تخليونا السؤال ونمرو التليفون بيش نتصلوا بيكم فاضل عبد الكافي نجمك سطع كوزير للتنمية ثم كوزير للتنمية وللمالية تقال عليك أنك ثاني أبرز وزير في الحكومة وقتها بعد رئيس أيسو الشهد اسمك بيش يتذكر أكثر من مرة لتولي رئاسة الحكومة أما زوز أحداث بيش يضروك برشا التتبعات القضائية المالية اللي طالتك بسبب بتسييرك لوحدة من الشركات وليخلتك تستقيل من مناصبك الوزرية لمواجهة القضاء وحكم القضاء لفقتك وبرأك نهائيا من التهم اللي كانت متوجهت لك ولكن الصورة بقات عند الكثيرين ثمين مساندتك لنبيل القروي وقبول أنك تكون رئيس حكومته إذا فاز في الانتخابات الرئاسية مش لحداث هذه الثمين فاضل عبد الكافي خلات صورتك صورة سيئة عن برشا توانسا صورة سيئة من عرش ولكن أنا موجود هنا في الإذاعة متاعكم أو في الإميسيون متاعك باش نزيد نفسر للتوانسا اللي عشته في السنوات هذه أنا دخلت كما قلت لك وزير تعاون دولي ثم خذيت النيابة في المالية وقعت أقل شوية من 13 شهر كوزير ثم استقلت سعنا حب ناقف دقيقتين على قضية الاستقالة أنا كان حد شيء ما يجبرني الاستقالة ورئيس الحكومة كان ضد ورئيس الجمهورية كان ضد ولكن تكلمت مع زوز من الناس أنا خذيت قراري وخوز تكلمت مع زوز من الناس كلمت أولا مع والدي اللي شجعني وقال لي لازم تستقيل خاطر هذية تقاليد ديمقراطية ومرة خاطر أنا منا منش بالبروتوكول كواحد يبدأ في قدر الشهدي العياري خاطر أنا كنت وزير مالية وهو كان الله يرحمه حافظ بنك مركزي وكنت رافض على روحي لسي الشهدي العياري يجيني البروية مثلا تونك الاجتماعات الكل مع البنك مركزي كنت أنا نمشي خاطر أولا احتراما لمقام الشخص وبعد اجتماع مطول مع الفريق متاعنا قطلوا سيشاد لي كانت تسمح نحبرك وحدك خلنا المكتبه وقطلوا سيشاد لي هاو قراري حابت ناخره رائك فيه شجعني سيشاد العياري باش نستقيل ونعتبر اللي تقاليد ديمقراطية وتقاليد الجمهورية خاطر اللي شاكي بيا شاكي بالشركة اللي كنت نسير فيها هي الديوانة التونسية وأنا كوزير من المالية أنا نشرف على ديمقراطية تونسية برشا ناس قالوا لي أقعد وزير التعاون الدولي وحكاية فارغة السؤالات اللي تسألوا الآن هل تسميت أنا وزير؟ هل كالناس اللي يسموني في علمهم ألا؟ في علمهم فما قضية أنا نظن اللي في علمهم خاطر هذية قضية غيابية تخرج بعد ثلاثة سنين وأربعة سنين الحقيقة غيابية ما يعرفوش يعني مكتبي وين موجود كما تفضلت سيادة كان الشركة اللي كنت سيارها مش من أكبر شركة تونسية ولكن شركة معروفة في تونس ويظهر لي لأدريسة متاحة الناس تجب تعرفها ثاني شيء برشا كلام برشا كلام خرج على اسمي خاطر صار نجاح كبير في مؤتمر عشرين عشرين خاطر ارفعت لأربعة وثلاثين ألف ملياردو وخاطر سافرت مع الرئيس الراحل نوايا لا لا مش نوايا سيدي حمز سبعتاشن ألف ملياردو توقعوا وطولنا نحكيه فيها مطولا كانت تسمح لهم بعد والباقي وقعنا عليهم وما قدمناش حتى شوت في المشاريع اللي جبنا لهم التمويل الكل ونعطيكم بالمشروع بالمشروع هني لاي توا ستة سنين من اللي خرجتو ولا خمسة سنين من الوزارة وللأسف الشديد بخلاف يعني مصنع تحلية المياه في الزرات حتى مشروع ما تقدم وهذا حاجة مؤسفة لتونس وطول نقول لك عليش وعلى ذاك أنا نامني لتونس أتبدل بجارة قلم نامني لتونس أتبدل بجارة قلم ليه هذا كذلك سمعت كما الناس الكل ووصل لي كلام اللي اسمي كان يدور باش نكون أنا رئيس الحكومة ودير أول مرة شو نقولها اليوم خاطر سي حمزة أنت يعني استدعيتني ونحب لحقيقة لحكاية هذية توفة نهائيا يعني أنا سمعت لي بشي نكون رئيس حكومة ولكن ما سعيتش بشي نكون رئيس حكومة ومشي تقابلت رئيس الحكومة أنا ذاك وقتلوا لي أنا ما عندي حتى دخل في الأمور ذاك ونحبوا نخدموا تونس نحبوا ندخلوا مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا وهو هو حي وينجم يقولوا لك لماذا الرئيس بيجي قايت سبسي في فترة بعد حبي سميني كذلك وزير مدير ديوان الرئاسي هذه أول مرة نقولها يعني هذية كله يخلي لشنو يخلي اللي بيجي قايت سبسي فكرة فيك رئيس حكومة أنا ما كنت شعفو أنا المرحوم كنت نعرفو بن بعيد عمري من الحقيقة ولكن في كل عام خاطر سافرنا برشا مع بعضنا خاطر قبلتو برشا مرات كانت عنا بناتنا انكدوت يقول لي كيف مش تنجح توا يقولوا سيد باجي ننجح كي يبدو يخدموا كي الناس ترى لقروا خاطر رأوا المواطنين تونسا رأهم عندهم الصبر كبير ياسر كان يرأوا العباد اللي المشاريع راجعت تول احتقاني تيح كانوا يني عرضني يقول لي وين وصلت انتي وليقروا وهذا كلام سحي خاطروا كان ما ينساش الحاجات المهمة هذا قضيتي في حكاية أنا وزير ووزير مالية بالنيابة وعشرين عشرين كيفاش نجح وكيفاش نجح وكيفاش نجحنا الأموال وشنية الحكاية اللي خرجت ووقتيش استقلت وعليش استقلت وقعت سمحني سيد حمزة وقعت ثنين وعشرين شهر ومشيت في مراحل التقاضي الكل كمواطن عادي ودخل القصور العدالة كمواطن عادي وهذيه ما هيش مزيه هذيه في اي ديمقراطية ناشئة او ديمقراطية عارقة لازم الوزير يستقيل كي اسمه يتجبد نعاود نذكر الناس يتسمع فينا رأوا اسمه يتجبد مش على شخصي كممثل قانوني للشركة للأسف الشديد الآن نزم يقولها فما صحفيين وفما ناس تحكي في السياسة وفما سياسيين تكلموا على شكاية الفلوس ندور بها في الحدود هذيه الحقيقة لي غير مقبول وهذيه اللي وفما رئيس الجمهورية اصلا اللي يحكي عليك وقال للأسف حكمتلك المحكمة بالبراءة هذيه أنا علقت عليه لكلامتها رئيس الدولة ولحقيقة ما عايش نرجع عليه يؤسفني ويؤلمني اللي رئيس دولة راجل قانون وراجل دولة وراجل سياسة وراجل معروف أنا قبلني رأوا رئيس الدولة 40 دقائق المرة الأولى ولحقيقة كان لقاء وديع وأنت من النادرين السياسيين اللي قبلهم لأنا قبلني خطرني كنت مرشح لرئاسة الحكومة وكان عنده أسألة مباشرة وكان لقاء نعتبره في مستوى يعني راقي وفي مستوى وداعة كبيرة وقبلني 40 دقيقة وسألني سؤالات وجوبته على أسألته واختار هو اللي اختاره وذاك حقه الدشتوري وانتهى الموضوع اليوم أنا كي ندخل في نقد إيجابي أو نقد لبناء تونس خطر أنتما تحكيوا على الزيت وتحكيوا على المالية العمومية وتحكيوا على السكر تقطع عنه الحكاية هذه مرة ونحكي فيها من سنة 2017 بش يسمعوني مليح التوينس اليوم من سنة 2017 نحكي على انخرام التام المالية العمومية وصلت كوزير مالية وشي ما يتقالش ممكن قلت ولي نسيروا فيها كالعطار وقلت وراءه كانتما بش تبدو تسيبوا في قلت لحية أنا زيد نجم سيبها قلت لحية وكنتم كانت حبوني نستقيل النجم نستقيل راني نحكي لكم على كريدي باربعين سنة عشرة سنوات مهال بواحد في المياه هاو الموضوع اللي كنت نحكي عليها في الوقت ذاك سمحني يا حامزة اليوم كان تونس تخرج على الأسواق هذه الأموال ب13 و14 و15% وتيخذهم اكثر من 5 سنوات هذه المفارقة اللي عشناها وهذا من الأشياء اللي شجعتني بش ندخل في العمل السياسي لكن يعني هذه الصورة الأولى رغم أنه حكم القضاء صار لفاياتك في القضية اللي نحكيوا عليها نهائيا فضل عبد الكيف بقيت نوعا ما صورة ليست جميلة جدا عند كثيرين ما اتفق معايا في هذا ولا لا شوف شوف أنا الحقيقة كان فيما نازاها للصحافة كان فيما نازاها للمحلين السياسيين كانت ممكن الصورة تكون أحسن خاطر العبد اللي يستقيل حتى لانا سمحني وزير مالية رو كنت نجم نتصرف بطريقة أخرى ما نقعدوش نحكيه كيفاش كنت نجم نتصرف راني أنا كنت المباشر للديوانة التونسية يعني مدير عام الديوانة هو اللي يرجع له في التركيبة متاعه هو وزير المالية حقيقة أنا استقلت ومشيت مع الشركة اللي نمثلها نعاوذ نأكد مع الشركة المثلة والمفروض تحسب لك خاصة وأنك برقت يعني حبيت نقول اللي كنت نتصور تحسب ولي أما مش يقعدو أما كيوالي رئيس دولة أعلى هرم السلطة رمز الدولة التونسية يقول للأسف التعقيب يعني أبرأه لحقيقة تولي فهموا مشكلة كبيرة وقتها عادل ويش نعمل في قضاء ويش نعمل في عدلة ويش نعمل في قصور عدلة اللي ما عجبناش نشنقوه ولا نحطوه قدام نقتلوه بسلاح هذا يا المثال الثاني مو سنتك نبيل القروي قبل أنك تكون رئيس حكومته إذا فاز في الانتخابات الرئاسية مكنت هذه ضربة كبيرة لك في الجملة اللي قلتها فما نصها صحيح ونصها مش صحيح النص الأول صحيح أنا سنت نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية لموضوع وحيد نبيل القروي قال بشي حارب الفقر في تونس وأنا نعتبر اللي ثلاثة أكبر مشاكل في تونس هما الفقر المطقع هي البطالة وهي الحالة البيئية الكارثية في تونس وما خدمتش معها وحيد أكبر خبراء تونس وتعرفوهم منحبش نسميهم باش ما نحرجوهمش خدمنا على موضوع الفقر المطقع الموضوع الثاني اللي انت قلته هو اللي غلط هنقول لك عليش غلط هنفصل لك عليش غلط قلت كان هنا جيت مرشح باش نكون رئيس حكومة متاعه ما يتيحش حكومة الجملي مثلا قلت القلب تونس صوت ضد عمري مكان عندي اتفاق ولا نعرف السياسة بالطريقة ذي لا 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 عمره هو لحقيقة الحزب هي لأسف مرة أخرى الصحافة سوقت له الصحافة تسوق اللي تحب وتبيع اللي تحب وتحكي اللي حكاية دي تحب صحافة من رأسها تحب تعمل هكا شو من رأسها هي أكثر الأوقات رو من رأسها لا سمحني انتي عندك برشة برامج فهم استقصاء كي تعمل استقصاء تعملوا على قوعده ونتبع فيك ونتبع في غيرك أما فما الناس تبدأ تلوح في حكايات حكايات ما عندهم أخي سمحني كيفاش أنا نكون وزير في حكومة الجملي وطيح حكومة الجملي وأنا مقترح من قلب تونس بش كون رئيس حكومة شوها أنا شوف ما نعملش السياسة باتفاقات قبل ما نوصل أنا قدموني بش نكون رئيس حكومة الأحزاب اللي قدمتني هكا أدمي مو فهمتني نعملوا اتفاق ما فما حتى اتفاق نهارت لي رئيس الدولة يقرر بش يقول لي انت يا رئيس الحكومة اللي بش تولي وقتا نعيد لكم ونقعدوا على طاولة ونحكيوا في خارط طريق وكيما يعملوا الألمان كيما يعملوا الناس المتحذرين ما ندخلوش نخدمو إلا على برنامج مسحين عليهم أنا سؤالي كان ما بعد لو أصبح نبيل قروي رئيسا للجمهورية لكان فاضل عبد الكافي رئيس حكومته ألم يحصل هذا الاتفاق؟ هذا عمره محصل الاتفاق هذا عمره محصل عمري ما كنت مرشح أي حزب سياسي أنا ما هي خلنا نرجع على نبيل قروي النبيل قروي تعرفوه أولا قانون الإقصاء شو كان بشي يصير فيه قانون الإقصاء أنا كنت من الشخصيات الوطنية اللي صحة ضده اللي فيه نجيب الشابي وفيه مهدي جمعة وفيه حزاب يسارية وغير 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 شو كان يقول قانون الإقصاء ذا كان يقول الليلة صلى الله احنا كنا نلعبه في الكورة خاطر واحد نغر نردوها هوند بار وليون نرعبه باليد ما عاشي بالسيق كي تعملت في قانون الإقصاء شو كان يتقصى تقصى الحزب الحر الدستوري خاطر أبولوجي ديكتاتور هكو ألي يعني هي هذا شو حبه يعمل ثاني حاجة قلب تونس جمعيات وماناشو وعيش تونسي خاطر صبر الأراعة هم تقدمين على شخص وعلى أحزاب غذنا ذا على الأسليم المعتمد أنا صحاحت ضد ونعتبره نعتبره قرار مرة أخرى الديمقراطي وجمهوري ما قلتش القانون قلتش القانون مشباهي توقيته ما هو شباه ثانيا ثانيا مهم زاد بعد تتسكر نسمة بالطريقة لي ريتوها وثالثا يتوقف الشخص اللي هو وصل للدور الثاني للرئاسية التونسية ويتحط في الحبس شو قلت أنا وقته قلت في الديمقراطية العريقة ويجبت على جاك شيراك قلت جاك شيراك نهار تتخل لليزي وحكومها 12 سنة نهار تخرج من لليزي أول اجتماع صار له شهر بعد ما خرج من لليزي مع حاكم التحقيق خاطر القضاء ما ينساش وانت رجل القانون وتعرف الممورة ذي ولكن يعني الساعة القانونية حتى توفى الانتخابات ونزيدك حاجة أخرى يا حمص رئيس الدولة الحالي استاذ قيس سعيد هو بيده قال أنا نوقف الحملة الانتخابية متاعي إلى أن المرشح الثاني يخرج من السجن ولهذا يعني توفى جوابة الموضوع الآن السارة مبعد صارت خيبة أمل خيبة أمل خاطر أنا من كنتش نتصور اللي يصير لحقيقة قلب تونس بش تعمل لزادة ائتلاف مع ائتلاف الكرامة ومع النهضة وما نعرش هذي الكله خيبة أمل وقلته وجوبت عليه وش به تصير خيبة أمل ونعدي لكن هذو ملف مين اللي يبقاوا في أذهان التوينسة ذيك عليش رغم أنك من السياسيين ندرين كما كنا نقول ولي قبلهم رئيس الجمهورية فضل عبد الكافي وقتلي معناها اللي قام معاه كان ودي وكذا عليش يظهر أنه الرئيس ما يحملكش معادش يحملك عليش والله يصله هو سي حمز أنا ما عندي حتى مشكلة شخصية مع رئيس الدولة كما قلت لك قبلني المستشارين بتاعي قبلوني في قاعة الانتظار قعدنا عشرة دقائق بعد خلنا الرئيس الدولة قعدت معها 40 دقيقة سألني سؤالات تكليف سؤالات تكليف اللي نصوروا سألهم لكل المرشحين قالي راني سيد الوزير ليوم مستقبلتك خطر أنت في أول مرتبة في القائمات اللي تقدمت لمرتين المرة الثانية ما تبنيش لما حالها وشنو مشروعك شنو حزامك السياسي شنو برنامجك كيف ترا حكومتك راني مزروب هدايا كله تقال جاوبت أنا ومشيت على روحي في الليل مع 8 يمتع الليل سمعنا اللي الرئيس اختار إلياس الفخفيخ اللي للأسف صار له اللي صار له خاطر كنت الرأي اللي وسئلني رئيس الدولة في أمور تهم الاقتصاد وتهم السياسات العامة وكيف شراء الأمور واضح السيد وزير المالية الأسبق قبل من جيلي حلولك المقترحة خاطر بش نحكيو فيها باستفادة بعد شوي هو رأي هذا فرح تياسر كي سمعت تونس نجم تتبدل بجرة قلم نحب نعمل معاك تشخيص للي احنا عايشين واليوم أجور خلصت بروتار وأجور ما خلصتش في الوظيفة العمومية حديث أنه ما عادش فما فلوس لله شهر الجاية كلام على أنه صاير ضغط على البنك المركزي بش يطبع الفلوس بين الظفرين وماذا بيتفسر هنا برب يديش متى يطبع الفلوس حتى أنا من فهمهاش معناه عدد من المتقاعدين ما تحصلوش على تقاعدهم كامل وسمعتك تحكي من أسابيع وتقول حذروا رواحكم رانا جايين قصان الضو خطر استيج ما عندهاش فلوس وجايين القصان الماء خطر السناد ما عندهاش فلوس فضل عبد الكافي المالية العمومية شنو حقيقتها اليوم الحقيقة سهلة ونحب الناس كل تفهمني نحب اللي في مقام والدتي والراجل الكبير والشاب اللي مهتم بالأمور السياسية اللي كلام ماذا يفهمه خطر موش صعيب موش علم يدوني شوف يا حمز نهارة 2010 سنة 2010 ميزانية الدولة كانت بتسعتاشن مليار دينار باهي رفعناها اليوم اليوم نهارة نحكيو فيها بسبعة وخمسين مليار دينار شوف الصرف باه يعني ضربت فيه ثلاثة تقريب في نفس الوقت محركات الاقتصاد كل وقفة الفوسفات وقفة سياحة وقفة الصناعة وقفة اللوجيستيك وقفة باش خلقنا عجز كبير في ميزانية الدولة باش عملنا له تمويل عملنا له تمويل بالتداين بالتداين المشط وبيرفع الأداءات هذي هذي اللي أنا سميتها زيد الماء زيد الدقيق ونهار في 2017 وصي محمد رئيس البرلمان محمد الناصر قطلوا سيد الرئيس نهار باش تقوم تونس على مشلة كبيرة كاملوا في المنويل هذي متعزيد الماء زيد الدقيق هكذا التسجيل موجود باش تقوم على أزمة كبيرة يسر اليوم هذي قاعدين نعيشه بالضبط المحركات تقال الاقتصاد لكلها واقفة ولهذا فهم انخيرام تام في المالية العمومية بكل بسطة دوك ما فماش فلوس لخلاص لخلاص خطرنا فكرها ورقة العطار اللي الناس كل تضحك عنها شو معناها ورقة العطار هو رصيد رصيد خزينة الدولة لدى البنك المركزي باش انتي تخلص الأجور اللي هما وصلوا 22 مليار دينار سنويا يعني تقريب 1.8 مليار شهريا البنك المركزي باش يعطي خزينة الدولة باش تعطي أمر مكل حساب هذيك باش تصرف الأجور كان ما فماش المبلغ هذيك ما الناس ما تخلصش واذاك السار سيدي في شركات وطنية كذلك خاطر انتي كيش شركة الحديد في التونسية ما تخلصش انتي تعطي فيش خلصت خلصت عن طريق البنوك التونسية ونعرف تقريبا كيف صارت وزيرة المالية نسوارها كلمة رئيس مدير عام بنك وقومي وقتلوا سيب خلص الأجور وراو هو ممكن تلب ضمان دولة وممكن هي يعطاته ضمان دولة وشاشية هاتا نجيوها خلص نحكيو فيه على قضية على ديكلاراسيون طعا سيحمل الكرام اي اي مالا مالا غضبين ضغط على البنوك ضغط كبير عليهم يعني شاشية هذا على رأس هذا على ذلك أنا وصلت قلت راه هو ولينا نسيروا فاك العطار يعني رجوعا نحن ماشيين الأزمة أنا راني الأزمة نحكي عليها منذ ستة أشهر كي قلت رابشي سيرنا غراب يعني الوزود موفيز غراب خاطر ناس خاطرنا مش نكاية في تونس أنا نحب تونس كي الناس وممكن حتى أكثر من الناس ولكن اللي حبي يداوي عبد أي طبيب تسروا لازم يعمل الدياجنوستيك الدياجنوستيك نعمل فيه ونعطي فيه حلول مانيش راني كومنتاتور دولا فيه بوليتيك اي كنوميك مانيش قاعد نعلق مانيش كرونيكور متع الاختصاد قاعدين نعطيه في حلول عملية وكان الناس ميسيرش تاخوا خمسة دقايق وتسمعنا ممكن نقنعوها وكان نقنعوها ممكن تصوتنا وكان تصوتنا نمشي ونحكمه أما احنا مش ماشيين مع الحكم غاية في الحكم ماشيين للحكم باش نبدلوا واقع التونسي كل يوم هذا هو البرنامج اللي حاب نحكي عليه وهنا جايين والبرنامج هذي اللي باش تحكي عليه ولكن زادة باش نحكيه مع أضيفنا أول ضيوفنا اليوم اللي اخترتنا ويحضر معاك فضل عبد الكافي باش يسالك على موضوع الشيكات بدون رسيد من المشاكل الكبرى اللي موجودة لارقام الدوخ على التونسي المحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رسيد في جاوب الخبراء جاوب الخبراء عداد رهيبة من التونسي يتحكم عليهم كل عام بسبب الشيكات من غير رسيد أكثر من 145 ألف تونسي وتونسية تحكم عليهم مثلا بين 2019 و2020 أكثر من 300 ألف في العامين الأخرين برشا يستعملوا الشيكات كطريقة للتحايل صحيح لكن برشا يلقوا روحهم عاجزين على الخلاص مش خطرهم هما خرجوا شيكات من غير رسيد لا أما لأنهم هما ما خلصوش في مستحقاتهم وساعات يبدوا يسالوا مبالغ كبيرة ياسر للدولة اللي تتسبب لهم في الإفلاس شنو حقيقة شيكات بدون رسيد وشنو الحل فيها يحضر معايا شاكر المشركي رئيس جامعة تونسية الحرافين لشركات سورة المتوسطة سيش شاكر مرحبا بيك مرحبا بيك أخويا حمزة مرحبا بيبسي محمد مرحبا بيبسي محمد مرحبا بيبسي مجتمعيين وزي كفاء الله يخليك أعطيني وضحنا الساعة مشكلة شيكات دون رسيد هذا يفسره النشنو عنا تليأ أكثر من 300 ألف عامين تحكموا بسبب شيكات بدون رسيد بالضبط نحنا ساعة نبدأ ونحكي على مشاكل شيكات بدون رسيد اللي العداد متاحها تزايدت اللي هي من فترة الكورونا من مارس 2020 وكان فيها هذا ده السببب الكبير هو المرسوم عدد 8 اللي ما كانش تطبيقه فترة الكورونا اللي هو تأجيل الإجراءات واللي تم تطبيقه كان بعد شهر من البنك المركزي والبنوك كي بيش نحكيه ونحنا على الشيكات أخرب شوية من الميكروس الشيكر كي بيش نحكيه ونحنا على الشيكات وعلى الأضرار بيش نحكيه ونحنا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرافيين اللي يتضروا روكي نحكيه ونحنا تضروا نجم نحكيه على الشيكات نجم نحكيه وزاده على المديونية مع الجباية نحكيه وزاده كيف كيف الناس اللي اتضررت مع البنك التونسي للتضامن بالضبط هنا نجم نعطيك أنا أرقام أعطيني الأرقام نعطيك أنا الأرقام مثلا كي نقوله نحنا سنة 2020 هذه مطبع النفاذ المعلومة من البنك المركزي كي نقوله عدد الشيكات التي صدرت فيها شهادات في عدم الدفع ديسمبر 2020 270,172 شهادة 270,000 هذه في ديسمبر كي نحكيه نحن 270,000 شهادة مخلصش بدون رسيد بدون رسيد هذه شهادة في عدم الدفع بالضبط كي نحكيه نحن إلى غاية سبتمبر 2021 نلقا 18,919 شهادة واضح هاي شميع علش ميخالصو الشيك المشرقي ماوزاده سمحني ما عندكش رسيد ما تخر الشيك ماو هكا بكلي بساطة هاي هذة نحن هذة معك فيه لكن كي نقول ونحن العداد هذية الكلها تزايدت مالكورونا فما قرارات اللي اخذتها الحكومات السابقة خنحكيه ونحن بكل صراحة اللي كانت ضد المؤسسات الصغر المتوسطة هاي انتي جي تسكر البلاد وتخلي البنوك تخدم وهو راقد في دار بيانسير الفورنيسير بيش يسو بساكو يقول لك نحب نخلص وهذا كشي اللي يخلى الاعداد تتراكم هاي كي نحكيه ونحن نحن نجم أنا نعطيك مثلا القضايا القضايا اللي هي تم الفصل فيها سنة بين 2019 2020 وما نحكيه وش اللي مات اللي المحاكم ما تخدمش هاي نقاو مئة وخمسة واربعين الف وخمسة وثنين وتسعين قضايا راو نحن معه انه هو المزوج يلزم يخلص يلزم يخلص بان سورة وضد انه شيك وشيك يرجع اي لكن اذا كان هو راقت في الدار اي الا اذا كان الظروف خلاته انه هو دوك سيشكر فما رقم واحد كورونا ومشاكلها ومخدموش وبالتالي منجموش خلصو بذر رقم اثنين فما حسب ما نعرف سؤالات كبيرة لهالشركات عند الدولة بذر صحيح هذا موجود يعني انتي فلوسك عند الدولة خطر عندك مشروع عندنا مجموعة كبيرة من المقاولين اي اللي هما يحبوا من الدولة فلوس وينجم سي محمد يعرف الموضوع ذلك اي يحبوا من الدولة فلوس هما في الحبس هو شاك على 15 مليون ويحب 400 مليون من الدولة مقاول ما لا لعب اعطيني سؤالك الفاضل عبد الكافي شاكر المشرقين بالنسبة السؤالي السفاضل عبد الكافي هو 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 سؤال روتيني روو الناس كل تسئل فيه اللي هو هل تغيرت تونس بجارة قلم في الفترة هل تتغير هل تتغير تونس بجارة قلم في المستقبل او في الماضي لا في الماضي في فترة حكمه هل تغيرت في فترة حكمه هل تغيرت خاطر المقولة متاعك الشعيرة يا هنتراه في فترة حكمه شوف سي شكر اجابة بشكون واضحة انا كي تقول لي هل تغيرت في وقتك يا تحسبني كرئيس دولة ولا تحسبني كرئيس حكومة أنا كنت وزير ووزير قاتل 12 شهر مش متملص روا 12 شهر وزير مهما كانت براعته ومهما كانت خدمته ومهما كان حبه لهالبلاد الحقيقة في آخر الحلقة فما رئيس حكومة يقرر الأولويات أنا في عام كيما كنت نحكي حمزة عرفت ناس وتعلمت حاجات وفهمت حاجات وقدمت وعملت العشرين عشرين وعديت وعديت قانون الاستثمار ممكن مش كافي ولكن أنا ضميري مرتاح خاطر خدمت صباح وليل وعشية خاطر رجريت وركضت خاطر في الوزارة متاعي الحقيقة تهمت معهم مدقيقة لولا ما يدخلوا ليش خمسين برافير مش نقع ننصحه خاطر رئيس الديوان خدمة سؤوليته خاطر كقدته كانت حب نقع نصح في خمسين برافير طيب منخرش من بيرو ومنكلم حد ومنقابل حد وما نعمل حتى شي مشيت في العالم لمينة الفلوس لتونس أنا وسيل بيجي قيد السبسي فهمني للأسف بعد صار ريسار وخرجت ولكن أنا كنت متحمس لتونس وكنت نحب مبدل تونس وأنت عاينت هذا المشكل زادة فارل عبدالكافي شوف أنا عندي موضوع وحيد على الموقتة هذه سيحمزة كانت تسمح شيكات دوراسي داي شيكات ساعة لازم نرجعوا للتقاليد التجارة في تونس السك هو أداة للخلاص في تونس السك هو أداة للضمان وذي مش موجود حتى بلا صف العالم وهذه من أشياء متاع التخلف اللي احنا عايشينه في 2022 خاطر كان الناس هذو ما يخدموا بكوارة إلكترونية كانوا عمروا ما دخلوا في الحكاية سيشيكر كلامه صحيح أنا كيجي دولة تحط مئات الألاف الناس للوضعية هذية ويدخلوا ألاف الناس الحبس وهي مش مخلصة مليارات من الدينارات للمقاونين تاحها تعرف علاسي حمزة باش وزير المالية التونسي يقول عجز ميزانية الدولة 8% أو 7% أو 6% كيف يحسب فيها؟ كيف يحسب فيها اللي يخلصوا يعاديه ديفيسيت اللي ما يخلصوش ما يعاديهش ديفيسيت واللي هذا هذا سيكون كونتابليتة دو كيس اللي تخلصوا تعتبروا ديفيسيت واللي ما تخلصوش ما تحسب جملة يعطيك الصحة يعني أنا نعمل لكو تورود بمئة مليارد وطفاها هيت المئة مليارد قولك لا يصبر علي الفيفريجي اي هو شي عملا ترتون أنا ريد شركات خاطر نحكيوش عالشركات الكبيرة أنا ريهمني هي الشركات الصغيرة والتوسطة والتبيو والصناعات تقليدية الشركات هذية فلستها في بعض الأحيان فلستها الدولة خاطر عندها يعني شكون وشكون مسؤول اليوم عليها هذية نجم يقوله رئيس الدولة مسؤول بعدها رئيس الدولة عند السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى حد ما ينجم يطعن في قراراته وهو ممكن يمشي حتى القضاء شكون لازم يكون في علمك يجي عليه الكعلي وقال أنا بش نخلص الناس الكل وبش نخرج الرقم متاع عجز ميزانية التولة خاطر رأو الأرقام أنا يقال تخرج أنا يأمنهم إلا لي حب أنا معاشي نأمنهم وليد رأو أي نعم أنا وزير ملايه سابق وأعيما أقول لا لا أنا معاشي لا خاطر مش تالي عبره قال لك أنا كان عندي استاذ في استاتيستيك قالي الاستاتيستيك أننا نستطيع أن نفعله ما نريد نستطيع أن نفعله نستطيع أن نفعله نجم حتى تكذب حلوة ياسر بدقة أنا كي نعود نرجع لحكايتي العجز ميزانية الدولة اللي تخلصوا المالية يتعدى في العجز واللي ما تخلصوا شي ما يتعدى كي يجي علي القاليش حبه شقال أول مرة قال باش نخلص الناس الكل تعال شمع نيها الناس الكل بخلاف الشركات الصغيرة المتوسطة مثلا ديوين الحبوب إسأل اليوم سي حمزة كان عندك وقت إسأل اليوم إشن هو السؤال ديوين الحبوب عند الجهاز البنكي التونسي تو تلقاه مئات من الملايين من الدينارات في الديبي في الديبي والباكة ترحي عليه فاليزان تري مفهوم استير كيف كيف الكنام كيف كيف فارماسي سنترال كيف كيف نعود نرجع لكلامي اللي يحب يصلح تونس لازم يقول الواقعة الصحيح متاع التوينسا لازم يخرج وخاطر التوينسا صابورين وخاطر التوينسا ينجم ويفهموا مشروع وينجم ويقتنعوا مشروع وينجم ويمشي ويصبروا معاك أما إيجا عطيهم الحقيق الآن أنا كما قلت لك يستعملوا في الشيك كالضمان هذه هي بلازمة تتنعها ولكن في فرنسا تعالوا شو قالوا في فرنسا بايش قولي ما تقارنش فرنسا بتونس ولكن حبا تقارن فرنسا بتونس شو قالوا في السياح في الصناعات التقليدية في الفل قالوا سكروا والدولة بشتخلصكم بضبع واختي أحنا فرنسا عندها أنا السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية اللي مارسناها بعد الكوفيد الحقيقة أنا مش موافق عليها أنا ما عاشي موافق تخرج من الارتودوكسية مالية وتخرج من قضية لا ما نزميش نعادي رقم ذايا في العجز وقت الدنيا بش تبرك وقت بش تبرك على الوص انتي كتساكر القهاوي وتساكر ريستورونات والتاكسيات ما تخدمش والناس عندهم كمبيلات ولا شيكات ما عسيك تعمل لهم مع عائلات لا وتوعدهم وتخلف ومبعد رافج جاهم جاهم وكنترول يعني هذا هذا شي تسمى يتسمى عبث وعدم تنسيق بين إدارات الدولة شنو الحل في ملفكم شنو اللي تقترحوها الشاكر المشرقي وشنو سؤالك الثاني الفاضل عبدالكيف بالنسبة بالنسبة للحل باش نجيو لكن حب نعطيه أرقام يا هنتراه الأرقام هذية تنجم تكون هذه الأرقام نحن أخذناها من وزارة المالية يعني إذا كان على 800 مليارة لا نحكي ونحن على المدونية على إحصائية النظام التقديري المتخلط بالذمة يعني العبادة اللي مش خاص كي نعطيك أنا أرقام نقول عدل مؤسسات الخاذة على النظام الحقيقي اللي هما 2020 الرقم بتاعهم 373.040 اللي هما في حالة إغفال 187.370 يعني أكثر من 50% مش مخلصين للقباضة بلاش تصورتي بربي سمحني هو العبد العاقل سمحني بربي سمحني العبد العاقل أول حاجة بشي خلص المزودهم وثاني حاجة بشي خلص الأجور تعني استخدم معه وثالث حاجة بشي خلص شوية فلوسي عايش باع عايلته مو هكا وليه ومبعد شي خلص الأداءات شخلص سنة ساس صحيح وليه وسيادتك ممكن كان حتى أنت أنا ولا أنت نسيروا بش نكونوا في الوضع دي بش نتسيروا بالطريقة دي اسمك تكون تونسي تكون جزيري تكون مغربي تكون ألماني تكون سويدواء بش تتصرف بنفس الطريق أي هذوم الأرقام هنا بالعكس المشكلة المشكلة يا سي شكر إس كاليوم النسيج اللي هو أهم نسيج متاعنا متاع الاقتصاد أكثر من 85% شركات متوسطة وصغيرة إس كاليوم بش نفقدوهم الكلام هذي قلتوا يا سي حمزة منذ ستة أشهر قتلوا الشركات هذي بش تفلس وتعشون ما فيصير والبطالة بش تزيد والفقر المطقع بش يزيد هاو شو بش يصير في تونس لأنه الشركات الصغيرة ومتوسطة هي أكبر مشكلة وقتنا نعملو نعملو فيه شي منصات إلكترونية ونشاورو ونعملو ونحبو نبدلو درام رقم آخر ماهول رقم آخر ماهول في المنك المركزي الكلاسمون فيما التقسيم الكلاسمون 0 للكات الكلاسمون 0 جواء 2021 تلقا 150.996 مؤسسة يخدموا لبس بيهم ذوما كلاسمون 0 الكلاسمون 0 179.877 يعني المئة وتسعة وسبعين الف ذوما مجمدين جملة لا ينجم يخوا قرض لا ينجم يخوا فاسيليتي شكل مشغلين وقتنا وفاء ما هو الحل بالنسبة لموضوع الشيكات بالنسبة لنا نحنا عملنا مقترح مقترح لو قاعدين نخدموا علي تويكة وقاعدين نحضروا نحنا في اليجان اللي بيش تكونوا معنا هو مقترح مشروع صلح جزائي في قضايا الشيك بدون رسيد بش نعطيك فكرة حوصلة فيها على المقترح هذائي سأقبل كل شي نحكيه تطرحوا أن الرئيس يصدر عليهم صلح جزائي قد يش حجمه ولا القوان مش حالس إن الأحكام الجزائية المتعلقة بيصدار أو قبول الشيك بدون رسيد لم تثبت نجاعتها وفعليتها في الحد من هذه الجريمة بش تسببه من أضرار وسلبيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد وأيضا للدولة نفسها التي تتولى القيام بمصاريف طائلة لا فائدة منها على مرتكبة هذه الجريمة والحال أن النزاع في الأصل يقوم علاقة مدنية بين الغرفين الحل المقترح هو عفو جبائي عفو صلح جزائي عملنا مقترح وهو يعني يعني ما يخلصوا الصلح الجزائي أبش أنتك المفهوم الصلح الجزائي في قضايا شيك بدون رسيد مرتبط بإيقاف التتابعات أو صراحة المؤقت أو التخلي عن إقراء العقوبة بالنفاذ العجل طبعا مع سبق تعهد الخلاص من المخلص من خلاص المنظومة يعني ما يشدش الحبس ما يخلص هذا هو ويمنح الصلح الجزائي لمن صدر شيك بدون رسيد أكثر فرص للخلاص في الأجال المحدد دون المرور إلى تنفيذ العقوبة التي تمرهم من خلاص الشيك واضح سي شاكر فرض عبد الكيف هل هذا ينجم يكون حل ينجم يكون حل أنا مانيش ضد الحقيقة أنا ضد لديبناليزازيون دي شاك نجمش تخلي عبد يستعمل شاك وهو معدوش رسيد معاود نأكد في تونس للأسف في التجارة قايمة الشيكات هي ضمن مهو الشيك للاستخلاص ولكن في الحالة العبد العاقل الشيذو يحفظ ولا يقاسو عليه رانا متعدين في فترة كاريثية في حياة توينسا رايث فترة كوفيد فترة انكيميش الاقتصادي العبد العاقل يلمي الناس ويعمل حوار ويقترحه سي الشيكر معقول ما قالش ما خلش قال ما تدخنيش الحبس رايث يتكلف المجموعة الوطنية برشة فلوس ويدمر عائلات ويدمر عائلات وهو في الحبس ما عنده ما يعمل في الأقل يبدأ هو البرة يبدأ البرة يجري ويركض بش يمشي خلص وكيما قال كفما برسل إلكترونيك كفما ألف حكاية وحكاية يعني هذي الكله النجم وراه عليش جرة قلم نرجعه قوانين اذيك انت رجع له قانون تطلقها من عام سبعين شكرا لك شكرا للمشاركي رئيس جماعة وصير الحرفين لشركات سورة متوسطة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا فال العبد الكافي ما زلنا نحكيه في الشأن الاقتصادي نرجع معاك اللي قلت لنا قبيلة لأنه في الساعة الثانية مش نخصصوها بصفة كاملة لمقترحاتك الجديدة لكن في الساعة هذه ما زلنا نحكيه على فترة تجربة حكمك قلت أنا جبت مع البيجي قايد سبسي خمسة وثلاثين مليار أو خمسة وثلاثين ألف مليار بالمليمات منهم سبعتاشن ألف مشاريع أنا مريناهم مش هضوم لكم وخطلي لي جبنيهم مش ناوية آية سيدي آية فسرهم قيد حمزة خط مش تتعب بالتقييد آية فضل آتي سيدي شوف نمشيه بالولايات ولاية بنزرت قنطرت بنزرت تمويلها حاضر ما ضربوا فيها حتى ضربة ما حاليناش أثنية خطر الدولة ضعيفة وما زلنا ما أخذيناش الأراضي التمويل حاضر ما يعنيها يعني بنك الأوروبي خلان فسألكم سيئة لها برشا بنك الأوروبي الاستثمار في العشرين عشرين جاء في مستوى رئيسه رئيس البنك الأوروبي الاستثمار وجاء وزارات تعاون دولي في أوروبا ووقعنا وهكا تصور موجودين والمبلغ موجود والأمور ولكن الدولة بسير عنا نبدأ وقتا ندخل في البلدوفر وندخل في اليدود ومشي يخوذ الأرض وحوز الأرض وانتي دولة ضعيفة ولم تتعدليش من هنا تعف عليه المواطن معاشي يخضع للدولة مش خد دولة ضعيفة فقط خد أنتك يتحب تأخو أرض باش تعادي فيها ثنية يرحم خلصوا يا أخوية الجمعة لنبعد طوي يعطيك عوض له طوي يعطيك أما توا خطرنا في حريات ما تعمل شك يحط عجلة وشعل فيها النار وتقف بعد قابس سفيقس ما زلنا نحكيه عليه هذوما تمويلات لكل يعني تمويلات نبدأ قانترت بن زرت قانترت بن زرت تمويلها طوما وجود جلمة تونس لوتوروت أثناشنس بيتار كلاس بي في جلمة في الجم وغيره رادس الكي سي سي سيت محطات التحلية في سوسا وفي سفيقس وفي جربة وفي زرات كما لزرت هنا اللي هي انطلقت هذوما لكلهم المشاريع اللي كلهم اتوقعوا مع البنك الافريقي للتنمية مع بنك الاوروبي اللي أعطت لإعمار مع بنك الاوروبي الاستثمار مع البنك العالمي مربي عود ليسي الفاتح معتها مش ناوية وقعتوا ملحق ناوية ولا ان شاء الله بش نعملوا وقعتوا مشروع بش نسهلوا على العباد في بعض الأحيان تجي دول أو اتحاد اوروبي أو بنك عالمي يقول ها بش نعطيك خمسة مئة مليون دينار دعم لميزانية الدولة شو معنية دعم لميزانية في أغلب الأحالات الدولة التونسية خاطرها الدولة عظيمة وقايمة منذ خمسة وستين سنين وفيها كوادر كبار يحضروا مشاريع ونمشيوا بهم احنا للترويش رانا نحبوا قنطرة على بنزار رانا نحبوا جلمة تونس رانا نحبوا دي دوبلمون دوفاسل يانا تونس رانا نحبوا البرت متاعنا تعراض السيزي دي كبر نمشيوا ونبدأوا ندوروا على الممولين الممولين عليه نمشيوا لهم خاطر يعطيك تمويل على 30 و40 و50 سنة ويعطيك إمهال وتبدأ بـ 1% ولا 0.5% ونزيدك زيادة للأسف الشديد كي تبدأ أنت أنا كنت وزير وقعت مع وزير الاستثمار السعودي هبا سعودية بـ 100 مليون دولار لمستشفى في القيروان باهي الشهيد أنا وقتش خرجت لا 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 أنا غالط كيفي مش متاعر أنا نهار أنا نهار في الدار تفارش التلفزة قريت الرئيس هبط القيروان ويحكي على مدينة استشفى قلت الله يعطيها ألف صح هاو جاء الرئيس بشي حرك لأمور الرئيس يحكي على موضوع آخر لعننا تمويله لعننا أرضه لنافك في بشي يصير المشروع هذي موجود ممكن في خيال وفي مخ بعض العباد منهم الرئيس ولكن كان تمويل ما فم شيء ما فم شيء عنا تمويل لمستشفى جامعي في القيروان بـ 100 مليون دولار وعننا 15 مليون دولار إعادة صيانة جامعة زيتونة المعمور وجامعة عقبة بنونافع والمدينة العتيقة في القيروان هذي صحيح هبا من سلمان بن عبد العزيز قال سعود جاء لتونس وقابل الرئيس بيجي قاية سبسي وتحطت الحجر الأساسي قصر كرتاش خطت الناس الزوز كبار محبوه محابينهم مش مشيوا حتى داخل الدنيا ستة سنين دولة عاجزة بشتعطي أرض بشي عملو القيروان بشي عملو المستشفى القيروان هذا اللي نحكي لك فيه جرة قلم في عوضة احنا في متاهات وخرفات وسلوغونات وشعارات فضفاضة وتو نعمل وتو نقد وهذاك فلان وهذاك بيه هم هون مشاكل دونك نقول لك أنا في عشرين عشرين فما 34 ألف ملياردو تصحوا لتونس تصحوا وهيك الوثيق موجودة وفما 17 ألف ملياردو مشاريع بالضبط نعرفوها مشانو المشاريع دون أما ليشانو يصير نهار يدسي نهار جمعة دسي جمعة شهر يدسي شهر رأوا على قيروان هذي المدينة السشفيية عملو كل الوجي بيو هذيك الونيتي دو جيسيان على موضوع مش موجود بأمر رئيسي يخرج هذي 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 اللي حزلي في قلبير هذي اللي ممرضني هذي اللي متعبني هذي اللي نقوله كيفاش نوصله معاشي عنا كيفاش ما نحطوش الأولويات متاعنا معاشي عنا يعني معاشي نعرفو وشنو المهم وشنو الأهم يعني أنت عندك تمويلات من الخارج ووقفين على حدود تونس على الترتيب الإدارية وخطر الإدارة خايفة الارتقل 96 وخطر الإدارة الخطاب عنيف ضدها كذلك موفم ناس وإدارة فيزدة يعني الناس كل حابسة ومبعد زيدنا عاد بالتسميات اللي رينيهم بركلهم تعمل ممثلين دولة هذوك ممثلين دولة ولا ممثلين اتجاه سياسي كولات خلنفهمه خلنفهمه يعني أنا في بلدان أخرى كي تسمى ويلي على منطقة ويلي يخدم في الدولة التونسية وخارج أكثر أغلب الوقت من المعهد الأعلى للإدارة أنا سمعنا أنا يعملت إبداعات ويلي بن عروس بن عروس هاي وا لا وفهم إبداعات أخرى مش هزي بنقف ومش موضوعنا لما حد ولهذا نعود نرجع سياسي حمزة اللي يرتب بلد بيت التونسي ولي يعرفينهم الأولويات ويعرفينهم المشاكل أنا عندي سلوغان آخر بخلاف جرد قلم كل ولاية حكاية ما تمشيش تحكي في الولايات ثمانية مئة حكاية بن زرد أحكي لهم على أربع مواضيع حاول تفضلهم أربع مواضيع يصطفوا معاك وتوا يستنوا عليك وتوا يصبر عليك أحكي لهم على القانتر بن زرد أحكي لهم على ستير في زرزونا أحكي لهم على الفولات وأحكي لهم على منزل بورقيبة بشي يولي أنا بالنسبة ليا أكبر شانتينافال في الميديتراني خطر ربي سبحانه خلقه في شانتينافال فما بسان ترميديار بينه بين البحر والطاليين والفرنسيس والناس الكل تعرف أن أمات وين سينجموا يعملوه والستير اللي أنا مقدميني كالليبيرالي متوحش أنا ما نحبش نبيحها استير نحب نبدلها الصيغة متاحها خطر أنت موجود على توروت ماريتيم في الميديتراني كي تردها ترمبا متع إيسانس مش تعملك في تكرير النفط 40% أغلى كي تردها ترمبا متع إيسانس طويل يذهب خالص للدولة التونسية ومهيش بيش تتباع استير وتقعد عند الدولة التونسية بعد شوية في ساعتنا الثانية مواصلين معاك فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس الوزير الأسبق نحكيه والمرة هذه فعلا بجرة قلم هذه اللي يحكي عليها وبدأ يحكينا على البعض منها دي جا كيفيش نجمو نوصلو لهذه الحلول أسهلتكم زيدة كيف كيف توصل لنا على ريبوندور موزايك 71 113 013 وعلى صفحتنا على الفيسبوك وحوارنا بالكبير جمعة هذه مع الفاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس الوزير الأسبق هذه ساعتنا الثانية بعد شوية نرجع فيها بالتفصيل اللي جملته الشهيرة جرة قلم ولا إصلاح البلاد بجرة قلم مرحبا بيك من جديد شكرا سي حمزة مرحبا بعد شوية زيدة أسئلت التوانس لك برشا أسئل اليوم على مواضيع معيشية حياتية يومية سيدي بوزيد تعيش وضعية استثنائية في أكثر من مادة ناقصة فيها مش كان في سيدي بوزيد لكن سيدي بوزيد ولات عبارة على نموذج كيفاش ولات ناقصة فيها هذه المواد من مدة ناقص فيها السميد ناقص فيها الفارينة ناقص فيها الزيت مش منقولش مقطوعة هاتو نرجعولها بعد شوية ولكن قبل هذا ماشين إلى الأسئلة مواصلين فيها وقبل من جي لحلولك نبدأ بحلول رئيس فاضل عبد الكافي الصلح ما يكون كان مع الناس اللي مستعدة أنها تستثمر والشركات الأهلية زوز نقاط هذم هما اللي حكي فيهم الرئيس طوى في موضوع الاقتصاد نسمعوه وأعتقد أن الوقت قد حان لأن ننظر في هذا المشروع الأمر المشروع الصلح الجزائي والشركات الأهلية البعض قالوا لابا هذه شركات الأهلية ماش موجودة في المجلة التجارية هي ماش موجودة وعمل نجووش نعم نص هي معمولة تقريبا في جم ولكن ملقاوش الإطار القانوني في الواقع لمشاه للجمعيات طرحته في الواقع يتعلق ب تقريبا تجربة جم لتعود هذه الثروات وتعود الشعب يكون فاعل حقيقي وتعود الفائدة للمواطنين أنفسهم قانون المتعلق بالسلح الجزائي ليطمئن رجال الأعمال الصادقون أننا لا نتعقب نريد أن نستعيد الأموال التي نهبت من الشعب التونسي إلى غاية اليوم إلى غاية صدور القانون وهذه أموال الشعب لابد أن تعود إلى الشعب ليس استثمرات قالوا بشي استثمر بشينا لا هذا في القصري نقص مستشفى ونقص مدرسة ونقص طريق منزل بوزيان من عام 1956 لعام 2013 والأربعطاش يطالبوا بخمسمائة متر للطريق وحتى كل معنا الأمرأة في حارة وضع يجدون حتى يبحثوا عن جرار فلاحي لحملها إلى المستشفى إلى متى وإلى أين أيها الشعب التونسي إلى متى سنبقى في ظل هذه الأوضاع هذه مقترحة رئيس شركات الأهلية والصرح الجزائي ووزير النقل ما زلك يقابل الرئيس ربيع المجبري وخرجت حدثنا على تيجيفي واحد من المشاريع الكبرى اللي ربما نفكر فيها نسمعه الوزير وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة أزدى فيها سيادة رئيس جمهورية تعليماته من أجل الشروع الفوري في إنجاز الدراسات الأولية اللازمة من أجل إنجاز مشروع قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها اللي هو بشيكون إن شاء الله لتجي في تونيزيا يكون مشروع يعني من المشاريع الكبرى والتي ستساهم في تحقيق النقلة النوعية إذن هذه هي فاضل عبد الكيف يزوز مشاريع كبرى أو زوز ولا ثلاثة ملفات كبرى يقترح الرئيس اليوم سلح الجزائي كحل للاستثمار في الجهات الشركات الأهلية وكان مش موجودة نعم لها وانتلاق الدراسات الأولية للقطاع السريع ما رأيك في الفكر الاقتصادي هذا لرئيس الجمهورية شوف توصيف الرئيس الجمهورية صحيح تونس عايشة في فقر كبير في مناطق كبيرة وفما مشاكل كبيرة يتعرضوا لها المواطنين ولكن الحلول اللي يقدم فيهم رئيس الدولة نعتبره منهم غير واقعين ومن الجموش يصيروا في أرض الواقع يعني احنا اليوم كنا نحكيه على تي جي في ان شاء الله تونس نهارة عم تي جي في ان شاء الله تعمل صاروخ تطلعوا للفضاء ان شاء الله تعمل طائرة نفاثة كالكون كورد وان شاء الله تولي عنها الأسلحة النووية ان شاء الله تولي عنها الغواصات به في نفس الوقت لريفير لعشر سنين وموفيش في نفس الوقت مترو سفيقس لعشر سنين وموفيش في نفس الوقت ثنية جلمة تونس لها سبعة سنين وما بدتش في نفس الوقت قانترت بن زرت مزيت ما بدتش في نفس الوقت مينان فيذا ما قررناش فيه في نفس الوقت هذي الكل من مشمولات سيد وزير النقل كان أنا جيت في بلاستو وقلوا سيد الرئيس بكل احترامي يعني وتقديري برمزك اللي هو رمز الدولة رأوا سيد الرئيس عنا أولويات أخرى وعنا تمويلاتك حاضرين وكان تسمح أنت المحبوب من الشعب التونسي وانت الناس اللي عندها ثقة فيك هاو من المشاريع عاوننا باش ننجزوهم هاو العقل وإن شاء الله نهار أنا ما نش نتصور وش نوصل تونس اللي عندها صاروخنا بعثوه في الفضاء إن شاء الله أولادنا يرى وتونس نهار آخر في الفضاء وعندها كما قلت سومران نيوكير وأما الأولويات يا سي حمس الأولويات أنت عندك تمويل اللي حكيت عليه هنا لكل هذي تحليط مينات ورقات مستشفيات شي بالدين وشي بالهيبة ثنيات مدارس معاهد أنت رئيس حكومة فارد عبدالكافي تجيبها مضوما لكل يوم أولا رئيس حكومة أول حاجة نعملها لازم نفهم أشكون مع أشكون بش نخدم كان رئيس حكومة يدخل كيفاش بش نخدم ومع أشكون بش نخدم كيبش ندخل رئيس الحكومة مانيش نعادي برشا سويا نقرأ في تقارير أمنية قل هلك يا حمس تقارير أمنية في تونس ولت مشكلة كبيرة رئيس قلت الرئيس الحكومة ينجم يقرأ تقارير أمنية وهذا كان من مشمولاته ومن واجباته ما ما ننزمش عادي برشا وقته على الخصوم السياسيين مثلا وننكب مع فريق العمل المتاعي أما أسألني شكونوا فريق العمل مهيش الحكومة رأي فريق العمل فريق العمل هما الوزراء هما كتب الدولة هما الولات هما المعتمدين هما المديرين العامين المركزيين هما المديرين العامين الجهوين هما الرؤساء المديرين العامين تعمل مؤسسات وطنية وتجيب 35 ألف مليار دو هما السادة السفراء كان الناس هذومه نهار نحلم تونس ملمومين كلهم 300 400 راجل ومرأة ويماشين فرد اثنية فرد اثنية أنا نعطيك مثال دي ما نعطيه سفيرنا في أمريكا قد الرئيس بورقيبة حتنا في أحسن نهش في واشنطن جاءوا قالوا له الأمريكان خاطرهم براغماتيك قالوا سنجمش تسلمنا الباتيموم بتاع كذير ثلاثة سنين نكريولك في بلاسة خير ونبنيوا احنا عشرة تيقان خاطر انتي عندك زوز تيقان برك والرجعهم لك اسم عمليه سي حمزة والرجعهم لك ثلاثة سنين بعد بيخوا انتي خمسة تيقان واحنا ناخذوا خمسة تيقان لاخرين والدولة متكلفلة حتى فرنك اللي هو السفير اللي هو صديق راس اللي راس اللي ينمل وزارة الخارجية والقرار مخرش والقرار مخرش هذا هو اللي نحكي فيه براغماتية خاطر أنا إذا تعرف سفيرنا يقبل وزير مالية يقبل محافظة بنك مركز يزوص لثمارات في العام يمشيوا الوتلة يخلصوا الفلوس تونيسير غاديكا سيبكس غاديكا الفيبا غاديكا ينجم حتى الناس اللي بشتوصوا القرارات ما فماش يعني قرار هذي يعني هذي قرار يعني من أبسط الأشياء العقل العقل أبسط الأشياء ينجم ياخذوا القرار هذي دونك وزير النقل كي سيد رئيس الجمهورية يقولوا أعمل تيجي فيه ان شاء الله يصير تيجي فيه فما تمويلة تيجي فيه يعرفوا من يمشي عديوها يحكي وعلا بشي هزو بيضاعف تيجي فيه هزو لعبات الويه نعملو في تيجي فيه وفي عود نعملو في تيجي فيه مش نشي نصلحوا السدكة بين قسرين نصوصا في عود نعملو تيجي فيه مشيش نحسنو مترو مثلا نسفاقس ونبدو فيه لو كنت رئيس حكومة رجبتهم الخمسة وثلاثين ألف ملياردو مش كان جبتهم هما جاوا ولكن انتي كانت تلمي لربعمية تونسي هذي بش تفسر لهم بش تفسر لهم اللي كل أسبوع فما اجتماع بش نحركوا حاجة كل الأسبوع يعني ولي بن زرت ووزير التجهيز ومدير العام الجهوي متاعنا بين زرت في التجهيز كما يحركوا مشروع لا لا ولازموا يفهموا لي رئيس الحكومة في الفريق معهم في الفريق معهم لازم يجي السونيد ناج ميكلمة الرئيس الحكومة لازم يجي ستيك ولازم يجي لناس لازم الناس هذوما يحسوا لي فمة معهم ليدر وفاهم المواضيع ومتمكن من المواضيع الاقتصادية وعطيهم رزنامة تاريخية واضحة وما يمشيوا شهبته للمدن التونسية والجهات التونسية بكورتاج فيه 50 كرهبة يمشي وحده ويقابل الناس ويفضوا المشاكل كما تفضلت المشاكل في تونس الفلوس هذو موجودة يا سي حمزة مش مش نجيبهم موجودين وين؟ موجودين على حدود تونس على حدود الإدارية متع تونس ولكن زادة على الحدود متع السياسي التونسي اللي حب يفعل ولا ما يعرش كيفاش يفعل يحب يفعل ولا مش فاهم باش باش يبدأ انت كي تدخل رئيس الحكومة وتحط قدامك المشاريع هذية لكل تونسية فعش ما بشي يصير في تونس ما ونس كل تحكي على كتلة الأجور 16% وأعلى كتلة أجور في العالم فما ناس نسمعوا فهم قالوا كاي بش نمشيوا السلام عليكم بش نهبطوا في الأجور شكو مش حكيها لحكي ذي لأي مواطن أو موظف تونسي اللي بيغالي المعيشة بش نجيون قولولو حقها روما من 1200 شون يخلصوك 1000 دينار أما وليكن فما حل ثاني نس كل نسينو الحل هو مش انت تنقص الأجور تزيد في الثروة تزيد في الثروة تزيد في الثروة تزيد في البي بي متع بلادك البلاد هذية تعال في 130 مليار دينار بي بي يعني الناتج داخلي خام وعليش منحلموش تولي 150 ومبعد 170 ومبعد 200 ومبعد 250 لا لا الحلم الواقعي الحلم الواقعي كياهبتوا اللي يخدموا والشركة التونسية تعاود تخدم وتحرر الطاقات مش هذا هو الجانب الليبيرالي المتوحش اللي فيك اللي مش تخرجوا فضل عبد الكيف أنا ما عندي حتى جانب الليبيرالي المتوحش أولا كي كنت صغير كنت أقرب من الحزب الاشتراكي من الليبيرالي المتوحش والراء اللي اليوم أنا ما عاشي عندي قيود إديولوجية ما عاشي عندي قيود صغير كنت اشتراكي ولكن ما عاشي عندي قيود إديولوجية أنا لني يميني ولني يساري أنا براجماتي وديما نعطي الصورة والمثالة ذاية بربي تبعني فيسي حمزة رك رئيس حكومة السبعة عصباح تتاخل قرار يبدو كأنه قرار شيوعي مش حتى اشتراكي كيف تحارب الفقر المطقع؟ مش تعمل صندوق تحارب الفقر المطقع ساعة أولا بالفلوس ما يحكيوناش كالحكاية لا ما تعاونهمش بالفلوس لا يسيدي ساعة نزمنا نبدأ ونعاونهم بالفلوس خد ناس جاعت في كروشها ثانيا العشرة عصباح مع وزارة أخرين ومع أمور تحرر الطاقات وتحرر المنافسة خاطر المنافسة هيري تقضي على الاقتصاد الرائعي اللي الناس كل تحكي عليه هذي كي تسمى قرار ليبرالي في الأخر وانتي مراوح ماشي تفطر شي سير لك؟ انتي كنت براجماتي وهذا ش لازمها تونس اليوم لازمها حالة بحالة الشركات الوطنية عمري ما تكلمت على خسخصة الشركة الوطنية ولكن ندافع اليوم على خسخصة الإسمنت خطر كي خسخصنا الإسمنت السار الإسمنت ولا معاش ملوث الإسمنت خلصي إداءاته الإسمنت دخل في الناس تخدم الإسمنت ما تقطعش على تونس وأسوامه ما تبدلتش برشا في العشرة السنوات كي بيعنا البنوك التونسية كي ما بنك الجنوب شوفوا اليوم التجاري شا عملت في بنك الجنوب شوفوا الشركة الفرنسية البنوك شا عملت في اليوبي المنافسة تحسنت والخدمات تحسنت مش كل خسخصة فازدة كي تتعمل بثيقة كي تتعمل بشفافية كي ما يقولوا هما ما تتباعش لأصدقائنا خات معناش أصدقاء فشان بيعرم شركة الدولة ونعاود نرجع على الدبخ والوقيت فسرتها لسي نوردينو ويظهر لي اقتنع راو كي تتباع كي تتباع مداخيل الدولة تتزاد مش تنقص لسبب وحيد خمسين في المياه من سوق التونسية سوق ميازية كيف نسمعوا التشخيص متاعك واضح للبلاد برشا قبيلة نسمعوا خسان في الساعة الأولى فضل عبد الكافي تضربهم الفشلة ولا الاستسلام لكن كيف نسمعك تقول كل شي ممكن بجرة قلم وكنت تحكي على بعض الأمثلة نعطيك أمثلة أخرى خاصة أنك تأكد للحكاية الكل مربوطة بجوابنا على سؤال واحد تقول بش نفهمه كل شي يلزم نجاوبه شنو الدور الاقتصادي تعد دولة في 2022 هذا هو سؤالك هذا السؤال الوحيد أولا نشوف اليوم عنا حاملين مشروع جديد لتونس حاملين مشروع جديد أولا لازم تبدأ فاهم الظرف التونسي اليوم شو ما موجود موجود الحالة في المالية العمومية محركة الاقتصاد ويقف شو لازمها تونس لازمها خيال لازمها تصور لازمها تضامن تضامن ولكن التضامن ما يجيش إلا بالنجاعة الاقتصادية يكذب عليك اللي يقولك هذي كلام فضفة نتضامن نفرقوا في الفقر ولا نفرقوا في الخير نحن اليوم قاعدين نفرقوا بين التونسي في الفقر الفكرة متاعنا كي أنتي تنجم تدز المحركات هذي كيف يمش تدز المحركات هما ساعة ولن ثلاثة محركات اقتصادية نفهمش أربعمية وكيف يش تقلي كيف يجري تقلم المحرك الأول معروف هو محرك استثمار الدول واقف خاطر قوانين باليا خاطر لدارة خايفة وخاطر ما عنيش فلوس خاطر ما نجمنيش ندخلوهم من الخارج المحرك الثاني هو القطاع الخاص أعطيه الثقة رأوا القطاع الخاص كي تعملوا له خطاب العنيف هذيك رأوا معاش يستثمر معاش يستثمر تبدأش يذهب قدامه بشي يستثمر ومعاش يستثمر وثالث حاجة الترويج ثم الترويج ثم الترويج لتونس ليستقطاب الأجنب عليش عليش عندنا فرصة تاريخية فرصة تاريخية تعرف اللي النقل في العالم تضرب في الستة وفي السبعة وفي الثمانية شو صار صار اللي تونس اليوم تصنع والمغرب ومصر يصنعوا حاجات أرخص من الصين اللي ما كانتش اللي ما كانتش قبل كوفيد وصارت أزمة عالمية اليوم عندنا فرصة كبيرة ونعاود ونقول أقوى بلاد في الخدمات هي تونس توصل قبل مغرب وتوصل قبل مصر وتوصل حتى قبل أوروبا الشرقية ولكن احنا ماش قاعدين الروجه احنا الناس خارجة من عنا احنا قانون المالية دخلنا أداءات جديدة على المصدرين احنا 250 شركة اجنبية خرجت من تونس ومبعد ما اخرج قانون المالية 22 والناس ساكتة والإدارة ساكتة والحكومة ساكتة هذا هو اللي يراه الآن شنوه الآليات كيفاش؟ القطاع الخاص والقطاع الحام الشرك بحيرة تونس شنوه بحيرة تونس محمد مزالي الله يرحمه عطاه بحيرة حشك مسخة نصفوها الهولنديين جاءوا السعوديين استثمروا ولات مدينة جديدة تفقدش تملك الدولة منها اليوم تملك 50% تملك 50% اللي كان تمصب حشك تملك اليوم من شركة البحيرة دولة تونسية 50% كل عام تاعتي الشركة هذية أرباح للدولة تونسية هذي مشروع تعمل PPP شركة كتعام كتعخص تصار بين سي محمد مزالي الله يرحمه والشيخ صالح كامل الله يرحمه كذلك أحنا اليوم اللزمات الآن أنت تقبل للروحك في 2020 دولة تسير في ميناة ترفيه ميناة ترفيه تسير فيه الدولة تنستكر في الحجر في الشمال الغربي وفي الجنوب يعني أنت تخلي دولة هي ما تعرف تسير ميناة ولا ميناة مدقدك والناس مش مخالصة والضوء مش موجود والمي مقصوص تعرف اللي كانت سيبه ترخيص على المواني الترفيهية تولي الصناعة في تونس كما موجودة في فرنسا كما موجودة في سبانيا كما موجودة في إيطاليا وأحنا خير منهم أحنا خير منهم وتعرفش يصير الدولة تقول يتقبض في الفلوس من اللزمة وتقبض في الأداءات من اللزمة والناس تدخل تخدم والناس اللي تخدم الآن في الشركات الوطنية يقعدوا فيها ما نشف نطردوا حتى حد ولكن التفكير يتبدل التفكير اللي أنا مصمار في حيط وموظف متع الدولة نخلص يزوز دوره خد المشكلة راهو الشهيري في تونس طيحين هي الجملة كبيرة اليوم أنتي تعتبر اللي أستيل جامعي يخلص مليح في تونس ولا طبيب جراحي يخلص مليح ولا حاكم يخلص مليح لو في تونس حاكم يعني بمعنى القاضي القاضي يعني ولا الجيش التونس يخلص مليح ما يخلصوش مليح رأوا الناس يضم ما يخلصوش مليح وعندوا مهارات وهاكم تراوا في مئات التونس اللي خارجين عنا مئة ألف تونس يخرج البارح بركة نحكيه على عشرين مبنج خرج خرجوا تسعمائة طبيب المهانسين ماشيين للمانيا هذي الكلو عليش خاطر ما فهمش تفكير ما فهمش تركيز ما فهمش فهم ما فهمش فهم للمواضيع البسيطة اللي تعيشت التونسي نجم تتبدل بها والأمثلة راهوا عديدة نمشي لك للرياضة يحكيوا عن الرياضة نحبوا نحسنها بيش تحسنها بالمستوى هذي انتي أنا تعرفوني وقلتها برشا مرات من أحب النادي الافريقي ما كنت تتكلم عن الرياضة نتكلم عن نوادي التونس الكل شو معناها النادي الافريقي في الحال هذي وشو معناها التراجي الرياضي التونسي يوقف على شخص وشو معناها النجم الراضي الساحلي يوقف على شخص ما يوقف على حتى شخص الاندي هذي الكبيرة مؤسسات كنت تجي بجرة قلم نعود نقولها يتلموا أربع رجال ولا نساء رئيس حكومة وزير أملك الدولة وزير المالية وزير التربية وزير الرياضة ويقولوا قررنا اليوم أراضي بتاع نادي الافريقي يقولوا بشتمشي للنادي الافريقي والنادي الافريقي بشتري شركة والشركة بشتملكها مية في المية الدولة التونسية بشنقولوش نتلاعبوا بالأراضي ما كتعرف عاديما يراو فرسيد واستاد المنزة بشتاخدوا الكلوب أفريكان واستاد رادس بشتاخدوا وستاد معاشي البلديات سيرهم من غدوة أنا خاطر باتصال مباشر مع سيوسف العلمي في النادي الافريقي والمشاكل اللي يعاني فيها هو وربي معاه وربي يعاونه مشاكل كبيرة ياسر خاطر رئيس نادي يراو مصيبة كبيرة في تونس غدوة أستاد المنزة هو ولي أستاد باسم الشركة واستاد كيمة في العالم أجمع ووقتت شو يصير شو يصير اهم شي تولي نادي الافريقي ما عاش تخرج 300 400 ولا 500 شاب من الشارع تولي تخرج 4000 شاب من الشارع تولي نخبر رياضية متاعنا في خمسة سنوات تتبدل ولي نحكي فيه هذية صار في العالم أجمع نجم نحكي لك على الذهب نجم نحكي لك على الفيزي التكنيك يلزموا قوانين نلغي القوانين البالية نلغي القوانين المعقدة ونسهل على الناس ونحرر الطاقات بقرار سياسي شجاع هذا هو المطلوب اليوم أنت في فرنسا كتمشي تاخد فيزا تمشي لدارة الفرنساوية تاخد من عندها فيزا وعليش فيزي التكنيك عليك تمشي تدور على الرادارات نتع تونس الكل بعد ما حطينا ملايين دينارات فيهم ما يخدم حتى رادار في تونس قد نفهم الصيانة قد الدولة مع ذا السيانة كي تاخدها أنت سيا حمزة تاخد أنت المشروع داي وتجيك الدولة تقولك شوف سيا حمز أنت تتلهلي بكل شي وبالصيانة وباللوبل وتاخد أربعة في المائة من المداخل وستة وتسعين في المائة تاخدهم الدولة شكون رابح رابح أولا اللي يسوق باش معاش يجري ومعاش لطف يموت رابح الدولة الأدايات تزيد ورابح أنت دخلت تخدم ونجب نحكي لك على الذهب ونجب نحكي لك على قانون الصرف ونحكي لك على العقود الإلكترونية ونحكي لك على الملكية العقارية ونحكي لك يعني تبدأ ثورة هذه تحكي ثورة اقتصادية ثورة سيا نيو ديل بيانسير سيا نيو ديل أنا نمشي لبنجردان ونمشي لتبرقة يخي سمعني إنتي جربت الحكم فاضل عبد الكافي جربته صعب الحكم قلت عديدت 12 شهر كوزير صحيح لكن 12 شهر كومي شوفك جربت مش سهل تبديل هذا الكل وتغيير أحنا بعد موقفنا قبل ما تعدى الأخبار حكينا على المستشار ميركل وحكينا وانا وياكم التفقين اللي مستشار ميركل جاء وعمل هذي حكينا على مهاتير محمد حكينا على مصلحين اللي التاريخ ممكن ما أعطاههمش حقهم روشرودر ما أعطاهوش حقهم حطر هو صلح وعمل واخدير القرارات وجاء المستشار الميركل اللي سير تمليح هذي نجم يصير في تونس سياسي حمزة ما لازماش نفقده الأمل أنا كان ما جيتش نفهم ولا ما جيتش مقتنع اللي فمموا قومات النجاح لتونس عمر يا رو لا ندخل في الشأن السياسي كنت نجم نعيش عيشة أخرى يعني كنت نجم نعمل حاجة أخرى في حياتي كنت ندخل ونتسب وما نتفهمش وفاسد وخاين وما نعرش الحلول قدام عيننا راهوا ما تنكون مش مش تهبطوا في الأجور الحل الوحيد هو كيفاش الدز الدز الثروة الدز محركات الاقتصاد والحلول قدامنا والقطاع الخاص متاعنا قوي يسر بضمان أما تسأني يجموها دور الدولة دور الدولة نحب التربية القومية قوية نحب التعليم العالي البحث العلمي الثقافة نحب العدالة نحب القوات الأمنية العسكرية والأمنية تقنع به الاتحاد هذا نقنع به أنا أسألوا نوردين طبو بيها وحي أنا أول ما كتعرف الصحبات البهين يبدأوا ديما بعركات كبار بدينا تعاركنا أخاويا على على الدخان وعطيته أنا أما أنا أشوف الفرق بيني وبرشة الناس أنا نسمع راو أفكاري هذو أنا أترحم للجدال وكان جي واحد يقنعني يقول يا مش قاعد نقولك مئة في المئة منهم صحاح رب مش قرأين مش قرأين منزل اقنعني بالعكس أمانا نهارتها هذور اللي اقنعته وكان كملت المشوار خطابش لازم يحس سينوردين ولا غيره لاتحاد لا لازم يحس الصدق لازم يحس الصدق نهارتها قلت له كلمة وحيدة قلت له مش من حبش نعمل من نجم شي نعمل فرق كبير وقلت له هاو نعطيك الأرقام وهو شون بش يصير وعطيته أمثلة في العالم وعودت حكيت له على البنوك وحكيت له على التأمين وحكيت له على وسمحني ما أنا حكيت على الاتحاد أنا كلمه ريك الاتحاد يخي مش حط لزمة الوتين المتاعه اللي في أمي الكارة الاتحاد مش داخل القطاع الخاص معاه في شركة التأمين الاتحاد مش ما تخلش المقر الاجتماعي متاعه الهيل وكريها الاتحاد مش نقص في الأجور وإحنا طلبين نطبقه سياسة الاتحاد اللي عم تنسي الشغل في تسير أمور الدولة قلت يلزمنا في بوست فيسبوك حكيت فيه على مشاكلنا الكل ولكن من بعد قلت مع هذا أنا ما نيش يأس كل شي ممكن وضع الاقتصادي صعيب الاجتماعي صعيب أزمة سياسية وراء الأخرى صحيح شركات عمومية على أبواب الإفلاس صحيح إدارة تونسية معطلة للاستثمار صحيح شركات أجنبية تغادر في تونس صحيح قطاع خاص خائف صحيح عدالة جبائية مفقودة صحيح استثمارات الدولة غير منجزة صحيح تعليم وصحة ونقل في أسوأ الحالات صحيح وتكمل تكمل 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 مع الصحيح فاضل عبد الكافي ومبعد تقول لكن راو أنا ما نيش مأيس بالعكس برؤية واضحة شعب متضامن ثقافة جديدة متعمل وجهد وناس متمكنة ومتحمسة باش تسيرها أيام تونس الطيبة جي والغيوم اللي قدامنا تنقشع هذا رأيس يا حامس هذا مقتنع به كل يوم الصباح سأنا حاب نقول لك نقوم متحمس لهذا ومهم خاطر تعف السياسة شنو السياسة هي حماس هي التمكن وهي الصدق ونا نقوم كل يوم الصباح ونمشي دور تونس ثلاثة مرات ومشيت في جهات تونس الكل ومشيت للأريافة التونسية وقابلت الناس ولا يقابلون يبندرول ولا يعملوا الاجتماع شعبي نمشي ونقعد مع الناس ونحاول نفهم احنا فهمين المشاكل نحبوا نزيدوا نتأكدوا المشاكل نحبوا نحسوا كيفاش الناس تخم انتي كيتمشي البنقردين وتشوف الماشية متاعنا شو صاير فيها 80 الفراس اليوم قاعدين يموتوا الناس تبيع في النعجة ميتين دينار وقت يلازمها تتبيع بـ 350 و400 باش الفلاح يوصل كيوادي الزرقة ما يعطيوهمش العقار متاعهم ومتدخلش له ناس منذ 1978 هذي انا رافض الروحي يقولون على الماء مش مشلط ماء مش تسيير الماء في تونس نحكي وهمكم الارقام تاع الشركات الوطنية خرجت الشركات كلها مفلسة على سونيد على اوناس على تونسير على ترانستو هذي كان نحسبو فيهم قاديرا مش نحسبو فيهم هذا هو مالقري هذا نعرف اللي تونس نجم تتبدل تونس تتبدل والأمل موجود الرؤية قلت يلزم شروط رؤية واضحة اليوم ما مفميش شعب متضامن مفميش ثقافة جديدة تعمل وجهد مفميش ناس متمكنة ومتحمشة بس تسير البلاد مفميش هذي شروط أولية انتي طلبت بها انا نعتبر بكل تواضع اللي شروط موجودة عنها واللي الناس نجم تريد تسمعنا اكثر احنا متحمسين تونس ونحبوا تونس متمكنين بالمواضيع الاقتصادية وعننا علاقات في الخارج نجم الاستثمار يقوا في تونس ونجم نتحدثوا بصدق مع المنظمات الوطنية الكل مع الوتيكا ومع الاتحاد العام تونسي اللي في تشغل ومع الاتحاد الفلاحين كيتعرف اللي الدولة عندها مليون كتار يا سي حمزة في الفلاح حمطيشتهم هذي العقل اللي يقبلوا كي عندك انتي 350 ألف كتار أراضي اشتراكية برب ينقف على الأراضي اشتراكية وين نمشي في القسرين قفصة في توزر في سيدي بوزيد كي مشيت البنجردين أراضي اشتراكية في قفصة فهمة 28 ملف 28 ملف ألف ملف 28 ألف ملف للقضايا متاع أراضي اشتراكية اشتراكية تبعث قاضي قاضي مرة في الستة شهر يقعد جمعة هذي جرة قلم لله سمحني هذي شو معناها هذي عندك 350 ألف كتار امطيشهم اشتراكية عندك مليون كتار مطيشهم أراضي الدولة عندك الماء 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 في الجنوب في تطوين شكون يستعمل فيه الأخوين الجزائريين يستعملوا فيه في واتصوف الأخوين الليبيين يستعملوا فيه في النهر الخالد متاع القضافي وحنا حطين ممنوع تنقيب على الماء منذ 65 عام كيما حطين على مواقع الأثرية ممنوع التصوير وهم مسكرين كيما نحطوا لليوم وقت جوجل أيرث موجود على جامعة جامعة متاع كرتاج ممنوع التصوير شيني ذيك ثقافة ممنوع التصوير لو أنت فهمة جوجل أيرث وانت تحط ممنوع التصوير أنت خايف من شنو يعني هذا كان بورقي بالله يرحم يقول الركب الحضاري قعد يقدم وحنا متأخرين يعني واني بلان ددون وعمل واجيب لي الورقة الفلانية واجيب لي امضاع الالكترونيك من قبلوش كون شركة اليوم في تونس كون شركة في تونس تقعد أربع شهر يمشي يرجع يجيب ورقة يعمل عود يجيب محام يعمل هذي تحبوا تبدلوا به دولة هذي ناس متمكنين وفريق مصغر والفريق العامل معها حاسس حاسس اللي رئيس الحكومة متاعه أنت يقول لي كنت في الحكم أنا كنت في الحكم كوزير وكوزير وقعت عام مزير ما يقضيش لا لا معروف هذا حتى حد ما نجم يعمل المستحيل أنا ضميري خرجت من غادي مرتاح مرتاح لأشياء كثيرة خطر أنا خدمت على روحي وحاولت كنت يخدمك مدير عام أحكي معهم المديرين العامين يخدمت معهم المدير العام إذن كليه عشرين سنة وتعرفش خرج هذاك خرج مجور في اللينيت ولا في الليناء هو فضل يمشي الليدار تعرف خدش يخلص السيدة يخلص ألفين دينار وقت للسيد اللي يخرج ومشي للقطع الخاص يخلص عشر ألف دينار وما زال متحمس ما زال متحمس الدوت ولهذا أضعف الإيمان لوزير يقدره لوزير يشجعه لوزير يحمسه لوزير يوصله اللي هو في فريق عمل اللي طبقته كوزير نجم أن طبقه كرئيس حكومة أو رئيس جمهورية واضح وهذا اللي تسعاول وهذاك عليش الطالب بالانتخابات زادة يظهر لي فرض عبدالكيف احنا ما نطالبه بشي هو سيد الرئيس هو اللي عمل هذي الرزنامة وتواريخ مسقطة تواريخ مهمة ياسر في حياة التوانسة عشرين مارس خمسة عشرين جويل سبعتاش ديسمبر ما تسئناش سبعتاش ديسمبر في السيليانة في جبال والكيف فماشي مفهم حد اللي البرد مراوما الناس تخرش من ديارها خمسة عشرين جويل خمسين درجة في بنجردين ما نعرشك الناس بشي مشوا يصوتوا المنصة الإلكترونية يعني كنقولوا الشعب التونسي قال مش الشعب التونسي هذك قال هذك مية تلف تونسي وميمثلوش الشعب التونسي للأسف ولهذا احنا ما نقرر شي في البلاد مش يكون مازال يقرر مازال يقرر صيد الرئيس اللي يقرر ان شاء الله بش نمشو فيه هو قال سبعتاش ديسمبر احنا حاضرين ونمشيوا في الجهات وبش نقدموا رواحنا ومقدمين رواحنا في الانتخابات وبش نقعدوا نواصلوا بالخطاب هذي البراجماتي بالخطاب اللي حبي يبدل تونس ويحبي يبدل عيشة التونسي كل يوم وبعد يحسبونا ياسي حمس وهو كذلك بعد يحسبوكم وبش نبدأوا بالأسلة متاع التوانسة اللي جاتك اخترت سيدي بوزيد جمعة هذي فاضل عبد الكيفي للأخبار اللي جاتنا من سيدي بوزيد من عند مراسلنا محمد صالح الغانمي بش ناخذوه بعد شوية محمد صالح من سيدي بوزيد اللي يحكينا على وضعية صعيبة في الجهة نمشي ونشوفوها في جاوب التوانسة زيت الحاكم الفرينة السميد من المواد اللي والات نادرة بش ما نقولش مقطوعة تماما في سيدي بوزيد الحكاية ما عادش ظرفية اما الشهادات اللي جينا تحكي على وضع متواصل من مدة كي معاينو مراسل موزايك محمد صالح الغانمي محمد صالح اهلا وسهلا بيك شنو حكاية الانقطاعات هذي تا هالمواد يا محمد صالح مرحبا بيك سي حمزة ومرحبا بكافة المستمعين اينما كانوا هو في الحقيقة سيدي بوزيد وكافة معتمدياتها رحي وانا هتشهد المدة الاخيرة يعني ازمة حادة في العديد من المشتقات العبوب واللي من اهمها السميد والفرينة هو مكتع في السميد هو في سيدي بوزيد يتسمى اه او يعتبر المادة الحياتية اليومية ايه قاصة في الوسط الريفي هو سيدي بوزيد معروفة بالكثافة الديمغرافية في المناطق الريفية تقريب يعني كل العائلات وجباتها الغذائية تتميز بالحضور الدائم للخبز العربي والطابونة او ما يسمى بالكسرة ايه اه في الايامات الاخيرة هذية ما انتهى امام نفاذ تقولي الى يامات الاخيرة محام صارح يحب يقول شنوة قديها عننا جمعة اثنين ثلاثة قديه اكثر من ثلاثة جمعات اكثر من ثلاثة جمعات ولكن ثم زادة مواد اخرى كما زيت ايه عنده اكثر من ثلاثة شهور اه يعني اه المدة الاخيرة خاصة ان نحن نحكو على ذروة يعني الازمة اه كيف تم يعني ولد الاهالي منها ولا ارباب العائلات يتوجهوا يعني بحضور كبير معناتها يتوجهوا للمخابس باش عوضوا الخبز العربي بالخبز العادي وهكاكة ولد يعني المخابس كلها تشهد اكتظاظ كبير معناها الدخلها وحتى وحتى والبرة واتسكر على بكري وتبيع على بكري وتسكر على بكري وتبيع على بكري وتسكر على بكري على خطر هي بديها زادة كسنة معناها بعض اصحاب المخابس ما قالت يا اخي انا عندي كمية ما اعتمدها في كل يوم نكملها ما ما عادش عندي ما نخدم دونك الروح ثم شوية مخابز اخرى تبقى حالة معنتها للعشية هذيك تبيع في المرتبات يعني ومعنتها والحالوية هذيك عندها تجيها اخرى طبعا يعني المخابز بصيفة عامة ولت كما قلنا تقتصر يعني في عملها على الحصة الصباحية وبعد ما تكمل يعني لدي كذا معنتها يروحه ومشي كان يعني مشي كان للخبز راه وهو اللي يعمل مشكلة ولا كذا عنا زيط الحاكم وقلنا عنا دواء سيدة عنا دواء دواء متاع المراض المزمنة متاع يعني الجريف وحتى متاع الكورونا هذيه ومتاع الانسولين ما انتهى لا يمات الاخيرة الادوية واضح شكرا لك محمد صارح الغان بمراسل موزايك في سيدي بوزيد وابش ناخده شهد من سيدي بوزيد مثلا حافظ اللي يحكي لنا على السميد نسمعوه عن تقريبا قرابة الشهر لسميد لفارينة معناها اليوم قرابة الشهر معناها مادة الخبز يوم المخابز نهار تخدم ونهار ما تخدمش ومش بالكميات اللازمة بسبب معناها نقص في مادة الفارينة ثم نقص في مادة الزيت المداعم سميد المداعم كان يتباع معناها في اكيس خمسين كيلو معناها تقريبا ٢٢ دينار علب السميد معناها ولت اكيس ب ٢٠ كيلو معناها اللي هي تقابل الشكارة معناها الكيس ب ٥٠ كيلو تقابل ٤٠ دينار ورغم هذا ما هو مفقود ما فهماش بعض الأدوية ما هيش موجودة اليوم منذ وجويلية نسجلوا عدم اشتغال العيادات الخارجية بمستوصفات بير رحفين كله ما هيش مستوصف اليوم ما ناخد موش النقص في الإطارة الطبي ما ناخد محمد عبد الكافي إلا متى بش تواصل الوضعية هذية معناها خاصة كيف نحكوها معناها على سيدي بوزيد ونحكو على رياس سيدي بوزيد وكيف نحكو على سميد معناها تقريبا مادة أساسية معناها اليوم هذي مشاكل التوانسة فاضل عبد الكافي ساعات حسنا نحكي وفي حاجات بعيدة ياسر عليهم وحنا الحياة اليومية طرف سميد ما فماش دوي ما تلقاشي زيت مقطوع كانت تسمع سيد حمزة فاضل أنا مش موافقك كي جمعت أنا اليوم بالعمل السياسي الميداني لحقيقة أوليت أقرب ما يمكن من المشاكل هذوم كنقول لك أنا أوليت نعرف سوم النعزة في بنجردين أنا فرحان كي نعرف الإلماء مقصوص على الكاف ما نقول لك أنا فرحان ولكن أنا حزين ولكن فرحان لنعرف المعلومة كي نعرف على ويد الزرقة كي نعرف على القصرين وسيدي بوزيد وذي لكل العمل الميداني ولهذا الكلمة ذي لكل اللهم قد تعيشوا فيه هو سؤال سي محمد صالح شنو الحل وشنو بشي سيرنا أنا الكلمة ذي حكيته منذ أشهر وبماشين نحو الأسوأ مالاتيف لماذا؟ عندما نحكي على بابور قمح واربع شهور ما خلوش في سويقس ودخل وخرج وزيدنا خلصنا عليه خطر أتعاب متع البرتباية الناس يجاوبونها خوانا وفساد وميفهموش وينكسوا فيها على التوينس بوين الحبوب اليوم في حالة إفليس؟ كيف حالة الدولة؟ كي قلت على الدويات وعلى انسولين مرة موجودة ومرة مش موجودة خرج مدير عام وقال ليه وموجودة هاو سيديتها ودويات مش تتقطع كي نقول أنا لبنان بركت بين ليلة وضحها رو مش جيت قاعدة هكا بلا شهر قاعدة لا لا قاموا الصباح تقص الضو وتقص الماء ومعاش ناس يجيب الفلوسها ومعاش لبنان نجمة تجيب ولهذا هذا مشاكلنا مشاكلنا ليتتحل بصدق بيتمكن بالعقل بالحوار خطا عشو فش ندخلو طاو فش ندخلو في بينيوري وبش نعيشو نجمو نشدو أشهر ولكن تونس اللي احنا نحبوها تونس اللي راوها تنجم رانا أثناشن مليون يعني نصف القاهرة سي حمزة نصف القاهرة بأمني يعني بمقاومات نجاح بكل احترامي والمحبة اللي عندي الإخوان مصارية بمقاومات نجاح أكبر راه خطر ناس متعلمة خطر شباب متعلم خطر عملنا في تونس كان مع مناش اللي عاملوا بورقيبة في تحديد الناس اللي رانا خمسة وثلاثين مليون تونسي رانا مشاكلنا مضروبة في ثلاثة راي مشاكلنا كان ما صار يعني هذي الكلو ش يعمل يعمل اللي الفساد الفساد اللي احنا نركبنا نحكيو عليه هاذا فساد تسير الدولة بالطريقة هذي فساد هاذا فساد كي الماء يتسير بالطريقة هذي كي ديوان الحبوب يتسير بالطريقة هذي كي سميد كيانا نهبت كأول رمز للدولة نمشي مرة للحديد ومرة للاسكالوب ومرة ها كريتو الأسوام يصار فيها ها كريتو إخيك هي طريقة التعامل هذيك عشرين دينار يعني انتي شو انتي ماشي في بيلك هذيك الطريقة متحلل الأمور الاقتصادية والاجتماعية قبليك نحكي لك على جارة قلم نسيت موضوع مهم المناطق العسكرية في تونس من عام ستين ما تحينوش شو ما معناها بنزرت كلها مناطق عسكرية شو ما معناها في عاصر الدرون أجمل بلايس في البلاد العسكرية يعني الفلاحة حابسة قالك شنو هذيك بيش نحميه حكاية أخرى زاد الثقافة أنا مهتم برشة بالثقافة الليوم تعرف اللي معناش ميكانيزم تال فوندسيون في فرانك في تونس عليه ماناش فيه كانت عمل انتي فوندسيون وتعطي إعفاء جيباي اللي يشارك في الفوندسيون هذي ويوجهها نحو الثقافة تو الثقافة تتبدل بيش نرجع للحافظ اللي قالك شنو الحل تو احنا قاعدين نحكيو على سميد على الفارينا على الدويات اللي مفقود دونك أنا كان فهمتك مليح فاضي عبدالكيف تقول لي ارانا ما زلنا في البينيوري روتا وسيدي بوزي داي حسيتها مليحة ماري البلاد الكل ما زلت مش تحسها البلاد الكل هكا اي ملا انا كن نحكيلك على بن جردين قلتلك راجل راعي منذ قال لي عمري خمساشن سنة قال لي هاو عمري في عمر كل يوم خمسين سنة قال لي ملي عمري خمساشن سنة وانا راعي وعندي ماشية بعت الماشية متاعي كل ميتين دينار الراس خاطر تعطيني في مندو بيت الفلاحة تعطيني في ميتين وخمسين جرام على الراس وقال ليزم الراس يأكل كيلو في النهار ها وقعنا نحكيه وتبني راه ماش نحكيه يعني والراجل هذا وتزيد تحبه متوانسة خاطر الناس ناس يعني بش نقول لك يعني فما دينيتي فما فما يقول لك يا اخويا يسمح في المطارات وسمح في الثنيات وصلوا لهذا وصلوا يعني الصبر كبير راه اما عطيونا عالفة ماناش طالبين حاجة كبيرة عطيونا يزرقونا يجيونا لفيترينير يزرقوا للماشية متاعنا هذيل كله ماشي للأسوأ كان مموش يفيقوا على رواحهم خاطر انتي سمعت رئيس الحكومة تكلم اللي تسميتس يا حمزة ريت انتي في بلاد في العالم رئيس الحكومة ما تعملش ما تتكلمش مع الناس ريت وزراء ما يتكلموش ريت الحالة اللي كيتلمو في المجالس الوزرية شو يصير هذي هذي بش نبدلوا به تونس الناس تحسهم خايفة اليوم ولا القطاع الخاص الخطاع هاي كيفاش يعني بش تبني مني بش تجيب الفلوس وزيد على ذا وزيرة المالية جي تقول بكل بساطة روا كان في مارس ما نوقعش مع صندوق النقد الدولي روا اعتبروا لي انا عندي مش لمالية كبيرة ياسر واحنا اليوم احنا توا في هذري وما زالنا نشرع الحكاية ونعود نأكد روا ومش خد تكلمنا اللي في مي في التليفون وبعطنا لهم جرد ورقة فهمني بش يجي الشيك يعني من غدو مش هكا تصير الامور بش يقضوا اربع خمسة شهور يتفاوضوا كان وصلوا كان وصلوا ولقوا اتكار انتي كنت تحكي على الوضع الفلاحي ميداني الظاوي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين يحكي لنا على تشخيصه لوضعية القطاع الفلاحي هو زاد في سيدي بوزيد نسمعه لو انه عنا اكتفاء الذاتي في الحبوب احنا ما نستحقوا حتى الوحد احنا لتوا ونستوردوا احنا كان جاتنا صعبة ما ننجموش نستوعبوها وكان ما عناش صعبة بطبيعتنا فهمتني نستوردوا هذك عليش احنا على خطر فيد اللوبيات اللوبيات شدتوا من كل شيء في المادة العظمة شنو اللي يصير فيها كل القطاعات الكبيرة في الفلاحة مضروبة وبالتالي يسألك ميداني هذا السؤال ميداني الظاوي رئيس نقابة الوطنية للفلاحين في سيدي بوزيد شنو وطرحك للاصلاح القطاع الفلاحة وخاصة تمويل الفلاحة فاضل عبد الكيف شكرا احسن سؤال جاني من عنسي ميداني خاطر حط بالضبط الكلام اللي ليه اعوام ونقول فيه اولا تونس هي بلد فلاحي حكيت على الاراضي الدولية مليون كتار حكيت على الاراضي الاشتراكية ساعة اولا فهم مشكلة عقار كبير ثانيا فهم مشكلة ما كبير ثالثا فهم تحضير المواسم الفلاحية يعني كدابي واللمونيتر لازم تشوف المونيتر في تونس بشوية حد يمشي يشرين لان تعرف ولا لازم نحكي لكم الحكاية خاطر زادة كيف كيف في الجنوب التونسي فهم الشاب كيف يحكي لي كيفاش يمشي المركز والمركز يعطيه ورقة ومبعد يمشي يشي المونيتر يعود يرجع للمركز ومبعد يقول له عام 2022 وهذا فلاح منذ عشرة سنوات يعني موش ارهابي لانتعرف المونيتر يخافوا اليوم سي الميداني حكيه على الموضوع لانهار كاملين نحكي عليه عنا تمويل للفلاحة يجاوبون هاو كفاما البنك القومي للفلاح البنك القومي للفلاح يعطي 6% فقط من الديون للفلاح الباقي الكل كيف وكيف اي بانكة تونسية تجارية تخل من عندها كرهبة تخل من عندها معمد تشري من عندها دار تعمل تكريدي على كونسوماتي ولهذا ترتيب البيت التونسي واجرة القلم وشنو المهم انا كدولة انا كدولة اما خير عندي 10 بنوك نعاني فيهم ولا عندي بنك قومي فلاحي وكي نقول فلاحي نعني فلاحي كي الكريدي اجريكول في فرنسا كان زمان اللي هو بش يمشي الفلاح خاطر تمويل الفلاحة مش كما تمويل السيناعة ومش كما تمويل السياحة والمردودية ماهيش كيف كيف والضمانات ماهيش كيف كيف وحاجة اخرى كيفاش تحب فلاح يدخل للمنظومة التمويل كنتي ما تعطيش الملكية شوف في امريكا اللاتينية حاربوا الفقر بشيء وحيد تمليك ايه رحم بالتمليك التمليك في الاسكان والتمليك في الفلاح تعفي الراري الدولة للعباد ليه مش تعطيهم ليه سوما كوويد الزرقى دي كارضم عليهم نعم 78 نعطيش أنا شهادة الملكية تعطيش شهادة الملكية تعطيش الملكية تعطيش الكابيتال تاعو تعطيش رأسماله رأسماله نجمي دخل نجمي خفيه في ناسمان تمويل دنيا كلها حابس امشي وشوفوا المناطق الشعبية الكل فما واحد عنده ولا يقدر واحد يتوفى في عائلة والورثة شو ما يصير فيهم امشي شوف المدن العتيقة متاعنا في تونس وفي سفيقس وفي سوسا شو ما صار فيهم كل شي مربوط ببعضه يا سي حمزة كل شي مربوط ببعضه ولهذا سي ميداني كنجاوبوا أنا اللي حكيت فيه على الفلاحة ممكن في خطابي لكل الفلاحة تكون 50% من خطاب اللي نحكي عزيت اللي يبيعوا فيه في الفراك 90% 65% بعد استقلالنا يمشي لسبانيا يتقص يتقص يوالي made in Italy و made in Spain احكيت على تونس ماشا في زراعات تعمية اللي المختصين الكل يقول لك ملازم كش تمشي فيها شو معناها انت يعني تصدر دلاع وتصدر الطماطم انت تصدر في المية تصدر في المية قاعد الواحات انت اعنا مهملة تمشي تشوف الزيت يعني من المشاريع من المقترحات الكبرى تقول يلزم بنك يلزم بنك الفلاحي ولا بنك التمليل الفلاحة والغابات يعني شوف الفلاحة انا مشيت للصيد البحري مشيت مثلا الميناء الكتف اللي هو في بن جردان ومشيت ميناء زرات لزم تشوف زيد الصيد البحري فينا حالة موجودين فيها شنو قاعدين يعملوا اخواننا المصريين في الحدود التونسية مصريين مصريين شنو حالة التمويل متاع الاسطول متاعنا شنو حالة الميناء هذي الكل يتبدل بلزم بلزمة كي العادة الدولة يعني ما تصرفش خدر معدي شلوس أنا معدي شلوس أنا معدي رزق كبير نعطي لزمة دخلي فلوس اللزمة دخلي فلوس الأداءات اتخدم لعبات والثروة تتخلق ووقتنا أنا كدولة نعرف كيفاش نفرق من بعض الدولة الثروة هذيك بالأمور الاجتماعية واضح حرية ناشطة في المجتمع المدني وأستاذة بيجتسلك على التعليم وخاصة واحنا اليوم تلاثين الشهريات متاع الأساذة ما زالت ما تصبتش نسموها هل عنتك بديل على وضعية هذي فرل حمزة ليا ساعتين نفسر معاك اللي عندي بديل وضعية هذي ليا أكثر من عام ونص نفسر الولاد بلادي اللي عندي بديل الوضعية هذي نجم نقول لك اليوم السيدة الكريمة قاتلي شت خمم علينا أنا ماذا بي الطبيب التونسي يخلص ثلاث مرات قد ما يخلص طو وعندي أمل اللي نهار يوصل ويخلص عندي أمل اللي المعلم التونسي كيف كيف يخلص خير عندي أمل اللي السيدة الأستاذة كيف كيف ولكن متنجم تعمل هذا إلا بالكلام اللي كنتم نقول فيه كيفاش تدفع النمو في هالبلاد وراهي مش عجلة النمو كان جينا نعفاوين عجلة النمو أنا مشينا دزينها أحنا أنا نحكي لكم أمور واقعية مشيت القرية اسمها التوجين هي قرية بربرية قبلت مدير معهد مدير مكتب أحكي لي على الوضعية هذية متاع الخلاصات اللي ما تصيرش في الوقت أحكي المستوصفات كيف كيف راه والأطباء كيف كيف ولكن اليوم ما عندهم ما يعملوا فمحل وحيد لازمك تدز محركات الاقتصاد ومحركات الاقتصاد أنا ليساعتين أنا نقول كيفاش نجم وتونس تخلق ثروة أكثر باش المعلم يخلص مليح بلأستاذ الآن إجابة لسؤالها خدرنا عمري نحاول عمري منهار نقول حاجة مش صحيحة أنا نتصور اللي ماشيين في أزمة أخطر وهذه الكلام نحكي فيه منذ 2017 على انخرام ملاي عمومية ومنذ أكثر من سنة على شو بشي يصير لنا انقطاع الكهرباء قاعد يصير انقطاع الماء قاعد يصير السميد والفيرينة والسكر أنت وزير ملاي وأنا محافظ بنك مركز نحاول نحاول نهار 25 ما عندي أنا كوزير أنت كوزير ملاي ما عندك الفلوس أنا كمحافظ نعطيك فلوس ديريكتما أو نعطيك فلوس ديريكتما تولي وقتها اسمها طباعة الأموال ورأوا بربي بش نفسر للناس فماش واحد رأوا في مطبع وحبار ومقصات ومساطر ومش هذه هي تحويلات مش واحد يعني قاعد في مطبع يطبع في الفلوس هي تحويلات يعني سيد المحافظ مش يجي في وضع هو وسيدة وزيرة المالية وزيرة ما عندهش ما يكفي في الرصيد متاحة وهو وهي لازم وهو الوحيد اللي نجم يعطيها إمكانيات وليش ما يعطيهش خطري يصير تضخم خطري يعطيها وهم على البناء القاعدي ولكلام اللي نسمعوا فيه هي ليبيا وما أدراك بفلوسها وبترول تاحها وفلسط وفينيزويلا بفلوسها وبترول وفلسط على البناء القاعدي والشعبويات زادوا 6 أسفار في البوليفار الفينيزويلي توا شهرين من زمان تعبوا شو معناها يعني تهز برويتها فلوس باش تمشي تشري باكوح ليب هذا شو مش يصير والإذا الوضع ماشي لي أسوأ خاطر الناس ما همش لاهين في المشاكل الأساسية متاع التوينسة اللي لنا ساعتين نحكي عليهم لاهين في حاجات جانبية النظام سياسي مهم النظام الانتخابي مهم الصنداج مهم ولكن اللهم واقع التوينسة كل يوم عيشت التوينسة كل يوم عيشت التوينسة وقعهم ولي برشة يسمعوك اليوم ولي برشة من قبل حتى من اليوم فضل عبد الكافي فقدوا فقدوا الأمل شو تقول لهم ما توينسة هذو أنا حبيت تكون كلمة الختام أحقيقة كلمة الختام هي الأمل كان أنا ما جيش عندي أمل في البلد عمري ما ندخل في المجال السياسي خاطر ما هيش الدخولي في المجال السياسي مع أصدقائي ما هيش الغاية منه بش ناخذ الحكم كناخذ الحكم نتعذبه أكثر في حياتنا خاطر نحنا ما نشف نورثو بلاد تشريف هو ولكن تكليف كبير يسر نحن نحن في هذا نحن بش نبدل تونس الأخرين اليوم الواقع هم قادين راهو يديكوفر الواقع يسري تسير لماذا خاطر ما عاشوش الواقع ما سيرو حد شي في حياتهم ما عملوا حد شي في حياتهم يعني أنا كنجي نقول لك أنتي ما عندك شي برمي أما عمر قاملت أكسيدن وليهذا يعبد يعني ما يعمل شي في حياتهم بعد يحب يجي سير دولة كاملة بمنظومة جديدة ما يعرف وينقات الضعف وينقات القوة لكن الأمل أنا قلبي معبي بالأمل قلبي يعني نعرف للي تونس نجم تتبدل نعرف للي تونس نجم تتطور كان ولادها ساعة أولا مثالش خنقول هالكلمة يصير نوع ما التسامح يصير نوع ما التسامح التسامح هو أكبر موقف القوة وحد الانتقام هو أول مظاهر الضعف هذين نحب نقول فما التسامح يجب يصير في تونس يجب نفهم وليما نقدم أفريقيا الجنوبية رأوا كصار فيها تسامح رأوا ألمانيا شرقية والغربية صار فيها تسامح رأي الهند تسامح مع شكون تسامح خاطر رأينا نقسمه في التونس يا حمصة نقسم التونس مثل مين وكفار فساد وفضلين وطنيين وغير وطنيين اللي غلط يتحسب أما من النجموش ينهزوا الناس لكل فردشكار أراه باش نعملوا تونس مدبر ما وليت الشباب اللي أنا قبلت شاب في الجنوب التونس قالي حرقت 17 مرة 17 مرة وقالي نقول لك حاجة أخر أراه باش نعود نحرق وتشد ثلاثة مرات فيتاليا ورجعوه وباش يعود يحرق إحباط كامل أنا كسياسي بالعكس رفا ما أمل أما لازم حقيقة نقولوها زادا فما مسؤولية للشعوب زادا يخيشكون وصل فلان وفلتين وفلتين واذاك تقول اليوم غضبنا عليه واذاك مش باه يظهر واذاك يخاف ربي يظهر من الضروري لغة لا فديت من السياسة معاشي انتعان تباحها لا لا تباحها لأولادك حتى ما تحبش تباحها الرعاك تباحها لأولادك خاطت البلاد مشها في عيد وفما ناس أخرين وفما مشها ريع أخرين لحقيقة تنجموا تغذرولهم وتنجموا تسمعهم وتنجموا غضوة وصلهم هما بشي بدلوا تونس شكرا جزيلا فاضل عبد الكافي رئيس حزب فق تونس الوزير الأسبق إن شاء الله تكون جاوبكم على جرة القلم اللي يحكي عليها وليحكي عليها هذه هي أكبر فرصة جاتني شكرا لك سيدي أتيك ساحة سي فاضل عبد الكافي على حضورك